الاسماعيلي يفشل مرة أخرى في الابتعاد عن منطقة الهبوط وأسوان يواصل تأمين نفسه في الدورة المباراة الاسماعيلي النهاردة كان على وشك الفوز على الاتحاد لكنه فشل في تأمين تقدمه وقدر محمود علاء أنه يتعادل قبل نهاية المباراة وأسوان قدر يحق فوز جديد حطه في منطقة دافئة ودفع بالداخلية في زيل جدول ترتيب الدورة وإنبيه بولاية جديدة لتامر مصطفى عادل سكة الانتصارات بفوز مهم على السيراميكا كليوباترا وحرس الحدود كمان النهاردة خد متنفس جديد لموقفه في الجدول بفوز غالي على غزل المحر بس ده ما يمنعش أننا ما ننساش أن ريال مدريد خسر النهاردة من ريال مايوركا في الدورة الأسباني قبل الصفر للمغرب لمواجهة النادي الأهلي لعله خير يعلم بحضراتكم مرة أخرى حلقة جديدة من رقم عشرة يوم الأربع يا جماعة نادي الأهلي هيواجه ريال مدريد في أول مباراة رسمية بين نادي القرن في القرى الأفريقية ونادي القرن في القرى الأوروبية وأعظم نادي في العالم كل يوم لحد يوم الأربع نتحدث ونستمتع بهذا الحدث الكبير لاستثنائي ببساطة ببساطة كلنا كل الجماهير المصرية تحتفي وتفرح بهذه المواجهة الكبير بين طرف مصري وطرف اسمه ريال مدريد في مباراة رسمية في كأس العالم للأندي النهاردة بالمناسبة ريال مدريد خسر من ريال مايوركا 1-0 في الوقت اللي كسب فيه برشلونة يعني مواجهة كواية أمام أشبلية 3-0 عشان برشلونة يبتعد بصدار الجدول ترتيب الدور الأسباني وفرق 8 نقاط على ريال مدريد ريال مدريد يفقد جزء كبير من حظوظه في الفوز بلقب الدوري الأسباني جيلنا خلصان بس هوا ريال مدريد يعني بس جيلنا مع نويا عنده مشاكل إصابات كثيرة في الفريق لعناصر أساسية فلعله خير إن شاء الله يعني هو لعيب واحد في ريال مدريد يكفي من الأسماء اللي موجودة بس هو يعني نعرف نزوء وعجبني الحالة في ناس دلوقتي كتير بتتكلم وليه لأ الأهل يكسب حلو حلو الطموح وحلم يكون الرغبة عندنا عشان ما فيش حاجة مستحيلة في الكورة فرق القدرات والإمكانيات كبير طبعا كبير جدا بتتكلم في فريق كمتو التسويقية 850 مليون يورو 850 مليون يورو ريال مدريد نادي الأهلية كمتو التسويقية يعني ما يقرم من 30 مليون يورو رقم خزعبالي هنا ورقم على الدينة هنا ماشي ناخد مباشرة على طول من أسبانيا عبر زوم أخوان كارلوس جريدو الموديل الفني الأسبق للنادي الأهلي والإسماعيلي وأيضا ناديهي فيا ريال وريال بتيس الأسبانيين أخوان كارلوس جريدو مساء الخير مشرف ومنور في برنامج رقم 10 على تلفزيون المصري أهلا مرحبا بك ألف شكر كل الشرف لي لتواجدين معكم اليوم مدرب كبير أضار النادي الأهلي في السابق نتحدث مع أخوان كارلوس جريدو حصدت بطولة مهمة جدا مع النادي الأهلي هي كونفدرالي الأفريقية كيف تنظر لمواجهة النادي الأهلي مع ريال مدريد في نصف نهاية كأس العالم الأندية يوم الأربعاء القادم ستكون مباراة كبيرة وحافلة بين الناديين عريقين لديهم الكثير من الشغف والفريقين من أهم الفراق الممثلة لكرة الأوروبية وكذلك الأهلي هو نظير ريال مدريد على المستوى الأفريقي هم فريقين معتدين الفوز ودايما يسعون إلى الفوز وكذلك هم ناديين في الوقت الرهيم تعد مباراة بين ناديين كلاهما مميز على الصعيد القري مدريد في أوروبا والأهلي في أفريقيا يجب على فريق مدريد الحزر لأن النادي الأهلي فريق صعب ويتوقع أن يواجه بشراسك أنت ضربت النادي الأهلي وتعلم جيدا أن جميع النادي الأهلي لا تنظر إلى المنافس حتى لو كان ريال مدريد تتوقع دائما وتحفز لعبية على الفوز دائما هل ترى أنه من الممكن أن يفوز النادي الأهلي بهذه المواجهة؟ نعم بالطبع يمكن أن يفوز الأهلي الأهلي كان دوما فريق قوي والتشكيل الحالي والتشكيل الحالي هو قوي جدا وأيضا قدر على المنافسة من لعبين جيدين على المستوى البدني والتقني والتكتيكي إنه فريق جيد في الواقع يجب أن يكون هناك كثير من التحفيز كذلك الأهلي هو فريق يمثل الفرق التي تمثل القرى الأفريقية تستطيع أن تنافس رأسا برأس مع الفرق الأوروبية وأيضا أعتقد أن ريال مدريد أخطأ في عدم تقديم أفضل أداء في المباراة الأخيرة وكذلك كانت مفاجأة وأيضا فريق ريال مدريد هو فريق مفضل لدى الكثير ولدي أنا ولكن الأهلي يمكنه إحراز المفاجأة في هذه المباراة هتملل مين بما أن ريال مدريد فريق مفضل بالنسبة لك هتملل مين في هذه المواجهة تتمنى مين يفوز بهذه المواجهة فريق مدريد ليس فريق مفضل ولكن في هذه الحالة الأهلي هو فريق خاص بالنسبة لي عملت معهم وأحرزنا العديد من الألقاب لدي الكثير من الأصدقاء أيضا هنا ومنهم من لا يظل لعبا أحتفظ بكثير من الود لهم سأشاهد المباراة ولنرى ماذا سيحدث طيب أنت اشتغلت قدام ريال مدريد قبل كده وقت توليك مهمة ريال بتيس وأيضا مهمة فيا ريال لعبته قدام ريال مدريد بعض المباريات تقول إيه اللعبتك قبل هذه المواجهة الكبيرة مواجهة ريال مدريد كنصيحة للعبي النادي الأقلي قبل هذه المواجهة في الوقت الحالي مدريد لديه إخفاقات كثيرة لديه الكثير من اللعبين المصابين ولعب الكثير من المباريات في الفترة الأخيرة والفريق مرهق لذلك من المهم أن يحافظ الأهلي على الأداء البدني وهذه الميزة فعلى سبيل المثال مدريد لعب النهاردة مع ميوركا ومع بالانسيا يوم الخميس الفريق موجهت وأيضا العديد من الإصابات ميليتاو وميندي وكورتواء أيضا كلهم يعاني إصابات ولذلك أعتقد أن ريال مدريد يمر بمرحلة صعبة من الإرهاق من الأشياء التي يجب على الأهلي اتباعها الاهتمام بالمستوى البدني في المباراة فإن مدريد هو في مرحلة من الإرهاق حاليا بسبب المباراة الأخيرة في مباراة أمام ريال مدريد الأهلي يلعب بطريقة دفاعية ولا يلعب بطريقة فيها بعض المفاجآت الهجومية أعتقد كلا الأمرين في كرة القدم يجب الهجوم دائما ومن الممكن أن يستحوز ريال مدريد على الكرة أغلب الوقت ولكن الأهلي فريق أيضا زوجودة يجب على الأهلي التركيز في الواجهة الدفاعية وتحديدا في الدفاع وأيضا التحضير والضغط والتكتلات الدفاعية يجب استغلال فرصة الإرهاق التي يعاني منها فريق مدريد واستغلال الأخطاء وكذلك هناك الكثير من الفرص بالنسبة للأهلي هل شاهدت مباراة النادي الأهلي في كأس العام الأندية حتى الآن أمام أوكلاند والسياد الأمريكي؟ لم يتسنى لي مشهادة المباريات كاملة ولكن أعتقد أن الأهلي قام بمهمة جيدة الأمر كان يتعلق بالتقدم نحو المباراة قبل النهية وهذا ما يهم لدي الأعتقد أن الأهلي كان يجب أن يلعب في هذه المباراة هو يستحق ذلك وهذه هي المباراة الهمة التي يجب التركيز عليها لو تعرف أي من لعاب النادي الأهلي الحاليين تتوقع تعلق مين في مباراة ريال مدريد؟ من المهم أن يكون النجم أو المتعلق هو الفريق لدى الأهلي اللاعبين ذو جودة عائلية أفشا لطالما أعجبني ولكن السناوي أيضا ولكن نعم على السناوي الحفاظ على الشباك برسيتاو أيضا من اللعب المهمين لست أريد أو لست بالصدد أني أميز بعض اللاعبين لدي أعتقاد أن التقلق يجب أن يكون للفريق كل للفوز بهذه المباراة يجب أن يكون الدفاع جيد والهجوم كذلك ضاري لإحراز الفوز في المباراة إن شاء الله كارلوس جاريدو أخوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأصبك ليه على النادي الأهلي وفريقاء يفير ريال وريال بتيس أنا مشكورك شكرا جزيلا على تواجدك معنا في برنامج رقب عشر على التلفزيون المصري هلو الكلام تلعب مباراة متوازنة فيها دفاع كويس فيها هجوم وهجمات مرتدة كويس أتحدث عن توقع لتعلق الشناوي وأفشاوة بيرسيتاو أمام ريال مدريد قال كمان كارلوس جاريدو إنه بيميل للنادي الأهلي في هذه المباراة يعني عايز النادي الأهلي هو اللي يكسب هذه المواجهة وقال إنه ريال مدريد مش فريقه ألا مفضل نتمنى إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي طيب غيابات بقى ريال مدريد اللي زادت قوي لحسن الحظ لحسن الحظ مين هم اللي هيغيبوا غالبا عن مباراة النادي الأهلي تعالوا نشوف تيبو كورتوة تيبو كورتوة غياب عن مباراة الريال اليوم أمام ريال مايوركا حيث شعر بألام في العضلة اتضم قبل المباراة أثناء الإحماء وقال أنشلوتين مديل فني الفريق إنه سيخضع لي فحصات طبية يوم الأثنين وعلى ضوء هذه الفحصات سيتم تحديد موقفه من لقاء الأهلي أفضل حارس في العالم ربما يغيب عن مواجهة النادي الأهلي يا رب شوف يا أخي بشجع ريال مدريد ويحبه بس إن شاء الله يعني مع اللعبة كلها متبقاش موجودة اليوم ده كريم بن زيمة أفضل لاعب في العالم يعاني من إصابة عضلية والتقارير الأسبانية تشير إلى أنه سيسافر مع ريال مدريد إلى المغرب لكن هناك شكوك حول اللحاكم ومواجهة النادي الأهلي خاصة وأن أطباء ريال مدريد يرغبون في تجهيزه لنهاء المنديال حال تحقيق الفوز على النادي الأهلي ميليتاو إيدن ميليتاو مدافع ريال مدريد غيب عن لقاء اليوم أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام بلينسيا قال له أنشلوتي المدير الفني للريال مدريد قال إن إصابته لا تبدو خطيرة وفرصه في المشاركة أمام النادي الأهلي قائمة وبقوة وبصراحة لو لقاء ميليتاو أحسن ما يلعب روديجري يعني روديجري يلحق روديجري يوعد عدك إيدن هزار هيغيب بالنجم البلجيكي عن مواجهة الأربعاء بين ريال مديد والأهلي بسبب تعرضه لإصابة جديدة في رجبته اليسر وموان غايب على طول عن ريال مدريد بالعكس لو وجوده كان هيبقى مهم بالنسبة مندي ليفتباك فريد ريال مديد الزيال الآيسر غيب عن مباراة الريال أمام ميوركا في الدوري وهيغيب عن مباراة الأهلي بسبب معاناته من إصابة في الفغز دي برضو إصابة مؤسرة هو بيلعب أحيانا بديبت ألا بقى وناد شو ناحية الشمال يعني لوكاس فاسكيس ستعرض لإصابة عبارة عن التوقف الكاحل وغيب عن مواجهة بنيوركا وسيغيب أيضا عن مواجهة الأهلي في المونديال دول الغيابات عن ريال مدريد غيابات ريال مدريد عن مباراة النادي الأهلي طيب طاقم تحكيم مباراة الأهلي وريال مدريد أندرياس متونتي ده حكم من أرجوي كسته بقى وحكايته تعالوا نشوفها إيه بقى مين هو الحكم ده اللي هيدير مباراة النادي الأهلي وريال مدريد طيب ده الطاقم أندرياس متونتي الحكم من أرجوي مساعد أول نيكولاس تران مرتين السوبي مساعد تاني إيفان بارتون حكم رابع وحكم الفيديو نيكولا جالو ومساعد حكم فيديو خوان سوتو حكم حالات التسلل كسريني نسبت ومساعد حكم حالات فرناندو جيريرو دول طاقم تحكيم مباراة الأهلي وريال مدريد طيب إيه بقى قصة أندرياس متونتي حكم مباراة الأهلي وريال مدريد هو من موليد 30 مارس 1988 بورجوي وبدأ مسيرته التحكمية في 2017 وتقلد الشارة الدولية عام 2019 خلال مسيرته أدار 169 مباراة بمختلف البطولات التي تشارك فيها وأشهر 945 بطاقة صفراء و54 بطاقة حمراء مباشرة و42 بطاقة حمراء بعد إنذارين كما احتسب 60 رقلة جزاء أدار مباراة واحدة في كأس العالم 2022 بقطر كانت بين كرواتيا وكندا وأشهر خلالها أربع بطاقات صفراء سبق له الظهور في بطولة كأس العرب بقطر 2021 وأدار ثلاث مباراة بين موريتانيا والإمارات والسعودية والمغرب والإمارات وقطر وأشهر خلال هذه المواجهات 12 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة بعد إنذارين أدار مباراة الاتحاد والرائد في الجولة السالسة بالدوري السعودي هذا الموسم وأشهر خلال المباراة خمس بطاقات صفراء منهم واحدة للمدافع المصري أحمد حجازي المحترف بصفوف نادي الاتحاد ده حكم المباراة طيب ماشي أجيري بعد المباراة خفير أجيري المدير الفني لريال مايوركا بعد ما فاز على ريال مدريد قال إنه ريال مايوركا ما قدمش مباراة مثاليا خد بالك بس خد بالك بس من الكلمتين اللي قالهم خفير أجيري بعد المباراة عشان دول رشدتة للنادي الأهلي كيف يتعامل مع ريال مايوركا لعله عسى النادي الأهلي يعمل زي ريال مايوركا ويفوز على ريال مايوركا طيب خفير أجيري من ثلاث كرات أو ثلاث مواقف خلال المباراة لكن جرعة الحظ تكفلت بالحصول على النقاط الأساسي يعني إحنا كسبنا بالحظ مش عيب الحظ يعني يأتي للمجتهد لما تلعب ريال مدريد محتاج كثير من الحظ قال قدمنا مباراة جيدة جدا من الناحية الدفاعية مع فرص هجومية نادرة على مرمى ريال مدريد وقال إنه من شبه المستحيل أن ينجح أي فريق أي فريق إنه يقدم مباراة مثالية ضد ريال مدريد من الناحيتين الهجومية والدفاعية لذا ممكن يكون كافي إنك تدافع جيدا مع القديل من الفرص المحققة ركز اسم أجيري قالك إيه قالك لما تلعب مع ريال مدريد ماينفعش قال من المستحيل إنك تعمل أداء دفاعي جيد وأداء هجومي جيد فأنت تختار فالدفاع جيد وتعمل يعني شوية فرص حتى لو قليلة حتى لو فرص نادرة عشان ده ريال مدريد أفضل فريق في العالم وقال إنه يتعين على أي فريق يبحث عن الفوز أمام ريال مدريد تضييق المساحات وإنك تخليهم ما يعرفوش يبقوا مرتاحين ما تخلوهمش يفكروا عشان هما ريال مدريد لو سبتوهم وقالك يا ناصر لو سبتوهم على قيد الحياة يقدروا يعودوا في أي لحظة طيب أجيري شرح إزاي اللاعب بتاعه لاعب ريال ميوركا مافيو وقف جونيور فينيسيوس أو فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد وقال إنها طلبت من مافيو ما أطلبه منه في كل مرة لا أكثر أو أقل وقال أعتقد إنه كان جيد جداً عشان حصل على الدعم الدفاعي من زملائه في الخط الخلف يعني إيه؟ احنا نترجم عندنا على طول يعني ما نقول للمحمد هاني اعمل مباراة حلوة قدام فينيسيوس فهو محمد هاني مش هيعمل مباراة الوحده حلوة قدام فينيسيوس محتاج شغل فني وقتكتيك من مارسي الكولر إزاي السنتر بيك اللي جنب محمد هاني يساعده اللي هو بيبقى محمود متولي إزاي لعاب الوسط المدافعين أليو ديانج وحمد فتح وعمل السلية يساعده محمد هاني بس إنت هتسين محمد هاني واحد ضد واحد قدام فينيسيوس هيبقى عنده مشكلة ما سبتوش لوحده هيطلع نجم المباراة حلوة روشتة بتاعة أجيل دي حلوة هو أي نعم كلام أكيد مارسي الكولر فاهمه كويس وعارفه كويس بس هو بالنسبة لنا يدينا الأمل أو التفكير إزاي تلعب مع ريال مدريد ملخص اللي قاله أجيري تانش أجيري المدير فني لريال مايوركا اللي فاز اليوم على ريال مدريد في الدولة الأسبانية بهدف دون رد قالك إحنا ما عملناش مباراة مثالية كان عندنا بعض الأخطاء التكتيكية وقالك إنه ما فيش أي فريق في العالم وقالك من المستحيل إن أي فريق في العالم يقدر يعمل مباراة مثالية قدام ريال مدريد يددافع يدهاجم إحنا النهاردة على ريال مايوركا دفعنا جيدا وكلنا بعض الفرص القليلة قال إنه ريال مدريد عشان تلعبه لازم تقفل كل المساحات تخنق الفرقة تخنقها ما تخلهمش يفكروا عشان لو خلتهم يفكروا ويعرفوا يدوروا اللعب هيقدروا يوصلوا للمرمى بتاعك بكل سهولة لما اتكلم على الزهير الأيمن بتاعه مافيو قال إنه أجاد النهاردة قدام فينيسوس جونيور أفضل لعبي ريال مدريد في غياب كريم بن زيمة قال ده حصل عشان كان عنده مسندم من المدافعين ما كانش بيشتغل مع فينيسوس لوحده هو ظهر بشكل كويس عشان المدافعين كمان كانوا بيساعدوه حلوة حلوة رشد حلوة رشد طيب ده جانب ده جانب ومرة أخرى يا جماعة مرة أخرى لما تلعب أو يجينا شرف مقابلة أفضل فريق في العالم ريال مدريد إحنا كلنا نفرح لما فريق مصري يلعب ريال مدريد في بطولة رسمية كلنا نفرح ده ما فيهاش بقى المنوشات بتاعة أهلي وزمالك وإسماعيلي ما فيهاش فريق مصري يا جماعة بيلعب قدام ريال مدريد أنا شفت بصراحة وما تستغربش كم تقول هلهم لك دولو هلهم لك بالمنطق يعني شفت أصدقاء زملكوية عقلين ومعتدلين معتدلين مش بقول إنه هم يا ده فرحتنا وهنانا الأهلي بيلعب ريال مدريد يا ساعدتنا وهنشجع الأهلي هو فيه طبعا طبعا أنا متأكد إنه فيه كثير من جمهيل الزمالك هتشجع النادي الأهلي في هذه المواجهة اللي هم فرحانين إنه بيمثل مصطب المجموعة اللي هي بتحب فرقيتها أولا بتحبش غير فرقيتها زي أي حتة في العالم هم مزعلنين مزعلنين الأهلي هي واجه ريال مدريد بس مردوش فرحانين عندهم اللي حسلوا بتاع إيه طبعا أنا كنت لعب أنا ريال مدريد ولو الأهلي مش موجود في البطولة أو الزمالك اللي موجود في البطولة فجميل النادي الأهلي هتقول طبعا أنا اللي كنت لعبت ريال مدريد بلاش جماهيل الإسماعيلي يا سلام لو في الإيتي اللي بتلعب ريال مدريد جماهيل مصري يا سلام لو أحلام مشروعة ومنطقية إحنا بقى كجماهيل مصرية كلنا عندنا فريق مصري بيلعب قدام ريال مدريد في بطولة رسمية نفرح وننبسط بقى لحد يومنا أربع كده وإن شاء الله بإذن الله ربنا يكتب التوفيق للنادي الأهلي مش بعيد ومش مستحيل إن شاء الله يحصل بكل بساطة وهدوء خلوها ننبسط بقى شوية بالكورة خلوها نفرح شوية خلوها نفرح لبلدنا وكورة بلدنا ورياضة بلدنا إن عندنا ممثل هو النادي الأهلي بيلعب وبطولة كبيرة زي كاس العام الأندية وهيواجه ريال مدريد أفضل فريق في العالم على مر التاريخ حلوة حلوة وتدعو للفخر لينا جميعا ذاكذا لينا جميعا كلنا نفخر بدا كلنا نفخر بدا طيب من زاوية أخرى أو من جانب آخر النهاردة كابتن عصام الحضري أعلن إنه رايح يدرب المنتخب السوري كمدرب حراس مرمى مع هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر اللي تولى النهاردة تدريب منتخب سوريا ومعه محمود فايز اللي كان موجود أيضا في الجهاز الفني الأسبق لمنتخب مصر هيكتور كوبر يبقى معاه محمود فايز وأصام الحضري كابتن عصام الحضري عمل بيان وقال في أسباب الاستقالة من المنتخب الأولمبي وقال عمل إيه يعني عشان بس دي حكاية يعني أحكي لكم الحكاية بس لما نخلص البيانات الأول عصام الحضري قال في بيان بعد فترة قضيتها مع منتخب مصر الأولمبي أعلن حاليا الرحيل عن منصبه كمدرب لحراس المرمى متجها لخوط تجربة تدريبية جديدة مع منتخب سوريا الشقيق رفقة المخضرم هيكتور كوبر بعد استئزان كابتن محمد براكات ومستر ميكالي ركز بس في الكلمتين دول عشان اللي بعده بعد استئزان كابتن محمد براكات ومستر ميكالي الموديل الفني للمنتخب الأولمبي سنوات عديدة عملت فيها بإخلاص واكتهاد تحت شعار منتخب مصر خلال فتراتي لاعبا أو مدربا أتوجه بالشكر لكل من ساعدني منذ اعتزالي وساهم في تواجدي كمدرب لمنتخب مصر الأول ثم منتخب مصر الأولمبي وأتوجه بالشكر أيضا لميكالي على الفترة التي قضيتها معه وأتمنى له التوفيق مع منتخب بلادي والوصول إلى أولمبياد باريس تحت قيادة مجلس الإدارة الحالي أرجو من الله أن يكون التوفيق حليفي في خطواتي المقبلة طيب ده بقى هنا عسام الحضري اتحاد الكرة بقى رد عليه رد قاسي جدا جدا أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم كبول اعتزار عسام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي عن عدم استكمال مهمته مشددا على عدم التعامل معه في تدريب المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن عسام الحضري تواجد في المعسكة الأخير لمنتخب مصر الأولمبي الذي شهد إقامة ودية الجابون وما بعدها ولم يختر الكابتن محمد بركات ولم يختر الكابتن محمد بركات عدو مجلس إدارة الاتحاد المشرف على المنتخب عسام الحضري بيقول أنه أخطر محمد بركات حد الكرة بيقول أنه لم يختر محمد بركات ويل كمان أنه ما أخترش أي من أعضاء المجلس بمفاوضاته مع الجانب السوري من قريب أو بعيد رغم علمه بأن المنتخب مجبل على مباراتين مصيرياتين أمام زنبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا في شهر مارس المجبل وهو ما يدفع الاتحاد المصري لمخاطبة نظيره السوري مستنكال الإجدام على هذه الخطوة والتعاقد مع أحد المدربين المتعاقدين مع المنتخبات المصرية في خطوة غير مسبوكة كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على أنه بصدد التعاقد مع مدرب وطني جديد لتدريب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي خلفاً للحضري طيب إيه بقى الكواليس الكواليس بص يا جمعة كده كده عسام الحضري كان عايز يمشي من المنتخب الأولمبي منذ فترة ده لأكتر من سبب أولها حصوله على راتب شهري هو شايفه مش كبير ستين ألف جنيه ده فضلاً عن توطر العلاقة بينه وبين الكابتن محمد بركات وميكالي بسبب كثرة رحلاته الأخيرة وخص مراتب شهرين منه في الفاتر بسبب كاس العالم وتقطيته لبطولة الخليج أيضاً في إحدى القنوات الحضري قال لميكالي فعلياً يعني أبلغه أنه عنده عرض من المنتخب السوري ويرغب فيه الرحيل وأنه هيحسم موقفه خلال ساعات لكنه لم يخطر الكابتن محمد بركات بالأمر قبل أن يتفاجأ الجميع بإعلال اتحاد السوري تشكيل الجهاز الفني للمنتخب السوري كابتن عصام الحضري طيب حاجتين بس على الهمش أول حاجة أنه كابتن أحمد فوزي الحارس الأسبق ليه النادي قلالي منشح جداً أنه يتولى هذا المنصب مدارب حراس المنتخب اللينبي بدلاً من الكابتن عصام الحضري دي معلومة حاجة تانية رائشة حاجة تانية رائشة طبعاً طبعاً عندي لوم على الكابتن عصام الحضري بصراحة أصام الحضري ده أسطورة أساطير الكرة المصرية في حراسة المرمى فيش خلاف على ده فيش خلاف فيش خلاف خالص مع منتخب مصر الأول اشتغل مدارب حراس مع منتخب مصر الأولمبي اشتغل مدارب حراس كلاعب عمل إنجازات عظيمة ولا تحصى مع منتخب مصر الأول فإسمي كبير ما فيش خلاف فأنت تحديداً وإنت رمز كبير للكرة المصرية لا ما تسيبش دلوقتي ما تسيبش هو المنتخب الأولمبي رايح في مهمة كبيرة أمام المنتخب الزنبي طيب ده حتة أسام الحضري عندي بقى حكاية إيه علاقة بالتحاد الكورة بتجنني بتجنني اتحاد الكورة الحالي وما سبق اتحاد الكورة الحالي وما سبق من اتحادات لما بيجوا يشغلوا مديرين فنيين مصريين في إدارة المنتخبات الوطنية وأجهزتهم المعاونة ما بيمدوش عقود بيحصل إيه كرارات تعيين بنتب شهري دون عقود ده يا جماعة ما ينفعش يحصل وإحنا في 2023 حتى لو مدرب مصري يعني بصراحة شديدة لا لهم أبدا على المنتخب السوري بالنسبة له مدرب ما عندوش عقد فطلبته فوضته خدته أي منتخب بقى منتخب سوري منتخب فرنسا منتخب أسبانيا عايز ياخد أي حد من عندنا نيجيريا سنغال أي حد رحته ليه وهم مش مرتبط بعقد إحنا نفسنا هنعمل كده يعني لو عندي مثلا حد عايز أفوضه ومدرب أجنبي لمنتخب لأي منتخباتنا هو بيشتغل في المكان تاني بس مش مرتبط بعقد تم فوضه إن مش كده مش مرتبط بعقد ما فيش أزمها فالعيب عندنا ما فيش حاجة يسمعها كده ما لو مرتبط بعقد مش هيقدر يسيب العقد بتاعه ويمشي إلا بقى بشهود جزائية وخلافه بس إيه يعني إيه أصلا حد بشغال في جهاز فني المنتخب مصر ولمبي بقى أول ويبقاش عنده عقد فيش ركماعة الكلام ده في 2023 العشم ده مش شغل احترافي اللي هو ايه مهم در بقى مننا وعلينا مش هيسمنا ويمشي ما فيش الكلام ده خلاص خلاص يا جماعة خلصتنا من الحاجات دي ممكن الكلام ده كان يحصل من 20 سنة أفهمه يعني لكن دلوقتي لأ كل واحد بيشوف في الأفل أو العرض الأحسن بالنسبة له وبيروحه قدامنا مش مرتبط بعقد فكرة إن أعصام الحضري ما كانش ليه عقد دي حاجة مش حلو بالمناسبة مش عصام الحضري بس معظم مش معظم كل المدربين المصريين ما اللي همش عود خالص خالص حتى المدربين المصريين اللي قبل كده في المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي وكل الناس دي ما فيش عود هو قرار بيطلع من اتحاد الكرة بتعيين فلان الفلان ويتصرف له لاتريب شهري عقد بقى ممضي وانت معنا كم سنة وما فيش الكلام ده ما فيش ممكن يكون حصل بس في حالات ندرة ويبقى من طلب أو بطلب من المدربين نفسهم مش من اتحاد الكرة اللي المفروض يحفظ حقه ما بيحصلش طيب مين معنا يا جماعة على الهاتف عشان أنا مش مش طيب معنا عبر الهاتف الآن بنيتو فلورو مدرب ريال مدريد وبرشلونة الأسبق نتحدث معه أيضا عن مواجهة الأهلي وريال مدريد يا فندم صباح الخير مشرفنا ومنورنا عبر التلفزيون المصري برنامج رقم عشر أهلا وسهلا هو شرف لي أن أكون معكم اليوم النادي الأهلي المصري يواجه ريال مدريد في نصف نهاية كأس العالم الأندية يوم الأربعاء مواجهة نراه هنا في مصر مواجهة كبيرة وتاريخية بين نادي القرن في القرى الأفريقية ونادي القرن في القرى الأوروبية كيف تنظر لهذه المواجهة أعتقد أنها مباراة بالغة الأهمية كل الفريقين لديه خبرة وقدرة على الاحتفاظ بالكرة وأيضا هم فريقين إيجابيين ولهم الكثير من الأسليب المعشوقة في القرى وأعتقد أن نخرج بمباراة غير تقليدية بين فريقين على مستوى المنافسة ومباراة سنستمتع بها جميعا طيب من منظورنا هنا في مصر أن ريال مدريد أكيد فريق أقوى من النادي الأهلي أنت بقى شايفها مواجهة ممكن يفوز بها النادي الأهلي في المقابل ولا من الصعب أن يخسر ريال مدريد هذه المواجهة في كرة القدم قبل كل شيء في البداية الجميع يبدو قوي وأيضا هناك من يبدو أقل قوة ولكن المهم النتيجة تحسن في الملعب في خلال المباراة يفوز دائما الفريق الذي يفي بالشروط ويكون متحدر بشكل جيد للمباراة الفريقين يمكن أن نرى مواجهة شرسة وغير متوقعة في هذه اللحظة بين فريقين كبيرين لست أقول أن الأهلي بعيدا عن الفوز ولكن أيضا أقول أن مدريد منهك من المباراة الأخيرة وأيضا الإصابات ويكافح من أجل تقديم أفضل ملدي في الملعب ولكن هذه المواجهة مع فريق كبير كالأهلي أيضا يجب أن يتحلل اللعبين بالهدوء وهي مباراة بلا شك صعبة بالنسبة لريال مدريد ولكن أيضا بخبرة المواجهات أيضا مدريد سوف يقدم أفضل ما لديه وسنشاهد مباراة خارج التوقعات هذا في اعتقادي كالأانشلوتي يتعرض لكثير من الانتقادات في الفترة الأخيرة بسبب خسارة السوبر الأسباني وأيضا لابتعاد عن المنافسة بفارج نقاط كثيرة عن برشلونة هل ترى أن بطوية كأس العالم الأندية هتكون طوء نجاح لكالأانشلوتي مع ريال مدريد ومشواره مع ريال مدريد أنشلوتي لديه خطته ورؤيته ويدرك جايدا أن يجب الاحتفاظ بموقع ريال مدريد من بين أنديات القمة ولكن ننتظر فيما بين برشلونة وريال مدريد أن نحتفظ دائما بهذا الروح التنفسية وأعتقد أن أنشلوتي من الممكن أن يعتمد على هذه المباراة لكي يتسنى له التقدم في أداء والحصول على اللقب وتعويض الخسائر الماضية ولذلك أظن أنها ستكون مباراة خارج توقعات هناك الكثير من اللاعبين الوعيدين في أرض الملعب وسيقدمون أفضل ما لديهم وسنشاهد مباراة ممتعة ماركا الأسبانية أمس تحدثت عن نادي الأهلي كبير القارة الأفريقية ملك القارة الأفريقية في كرة القدم ماذا تعرف عن النادي الأهلي ماذا تعرف عن النادي الأفريقية يصبت لي تدريب النادي لذلك لست على دراية بالكثير عملت في المغرب وهناك أعتقد أن أندية شمال أفريقيا والكرة في شمال أفريقيا لديهم الكثير من المواهب الكثير من الأفكار وكذلك اللاعبين بالنسبة المغرب على سبيل المثال قدمت أداء مبهر في كأس العالم وعلى مستوى الأندية الأندية تنمو بشكل مستمر وكذلك تحقق معايير تقترب من أندية أوروبية وفي أفريقيا يجب لابد أن هناك مستقبل وعد لكرة القدم بنيتو فلورو مدرب ريال مدريد وبرشلونة الأسبق أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة معنا في برنامج رقم عشر على التلفزيون المصري يا رب خير عجبني حتى الناس في أسبانيا تتحدث عن مواجهة ما فيهاش توقعات مواجهة وارد فيها النادي الأهلي أنه يكسب ريال مدريد ده مش كلامنا احنا مش كلامنا احنا المتفائل واللي في حماس واللي في تعاطف مع النادي الأهلي لا فأسبانيا نفسهم مقتنعين أنه هم ممكن ممكن ريال مدريد يخسر هذه المواجهة أمام النادي الأهلي يا رب طيب نرجع تاني لمبارياتنا في الدوري المصري الممتاز حرس الحدود اليوم حفوز مهم جدا على غزل المحلة 2-1 أحمد فتحي فليكس تقدم لي حرس الحدود في الديئة 15 والمتقلق مصطفى زيكو أضاف الهدف الثاني في الديئة 44 وهدف غزل المحلة أحمد الشيخ سجل الهدف الوحيد للمحلة في الديئة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع حرس الحدود كان محتاج الفوز ده بصراحة واحد من أكثر فرق الدوري حظا سيء يعني أنا شفت كتير مباريات لحرس الحدود كان بيبقى متقدم وما يقدرش يحافظ على الفوز يبيضيع منه فرص كتير وما يقدرش يسجل يعني فريق ماشي بشكل كويس اللي يفرج على مباريات حرس الحدود عنده كثير من المواهب تكتكين كمان الفريق ماشي بشكل كويس جدا ترتيبه في جدول الدوري مش ترتيب منطقي على ضوء ما يقدمه الفريق إحقاقا الحق بصراحة طيب معنا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود يا فندم مساء الخير مشرف ومنور مساء الخير يا كريم تحياتي ليكو ومتشكر على الكلام الحلو الواقعي الصادف اللي انت بتقوله على الفرق إحقاقا الحق بصراحة كابتن أحمد ومن يوم بروك الفوز النهاردة يعني كان فوز مهم بالتأكيد طبعا الحمد لله يمكننا ثلاث نقطة مهمين جدا جون في وقتهم كنا محتاجينهم بعد الهزيمة اللي فاتت من الاتحاد بطربة كذا في آخر خمس دقائق رغم الأداء المميز اللي كنا فيه طول المباراة تعيدنا وكاننا استحق على الأقل لنقطة ولكن هي دي كورة أخطاء سواء من اللعيبة ممكن من القرارات التحكمية بتأثر في نتيجة الموراة يمكن النهاردة ساعدنا بشكل كويس لفرقة المحلة فرقة السنة دي عمنا موسم رائع عندها لعيبة كويسة ماشية في الجدول بشكل كويس يمكن النهاردة هم كان هدفهم المكسب عشان المربع الزهدي وإحنا كنا هدفنا نكسب عشان نرجع تاني في حتة المنافسة من التعيد على المراكز اللي تبعد عن الهبوط الحمد لله حضرنا المقراشة كويس يمكن إحنا كفرقة واخدنا أتكلم معك بصراحة يعني أنا صعب أتكار يعني صعب المقارنة بيني وبين الفرقة خارج المسافر الأخضر من حيث القدرات والإمكانيات إحنا يمكن عندنا قدرات معينة بيتعامل معها ولكن لما دافل الملعب لا يوجد مشكلة وأنا بحضر لعبة تكشية كويس إحنا باللعب في فرقة 11 لعب و11 لعب في الملعب نجد تعليمات اللي بنقولها سواء الدفعية أو الهجوم الهجومية تتنفذ بشكل بشكل ماز جدا من اللعبة واللعبة لأكتما تقدر تتنفذ ولكن في بعض الأوقات بيقابلنا سوق توفيق بعض الأخطاء الفردية وده ناتج وده طبيعي جدا فرقة لسه صعبة فرقة عندها لعبة ممكن يكون أول مرة تلعب دوري ممتاز أنا كمدرب بتفهم ده تماما وبتقبل ده ولكن إحنا درنا أن إحنا نشتغل ونعالج ونشتغل ونعالج وهنكسب ونقع ونرجع نكسب تاني والحمد لله يعني إحنا مش بعيد إحنا في وسط يعني إحنا بنحارب ونقاتل على إنكانياتنا وقدراتنا والحمد لله مطلعين من الولاد أقصى حاجة ممكن نعملها وزي ما أنت حضرتك قولت يمكن إحنا في مطشاط كتير قبلنا سوق توفيق يمكن إحنا لو كنا موفقين في مباريات فاتت كده كان ممكن يكون عندنا أكتر من عشرين نقطة ولكن هي دي كورة وإحنا بنتفع طريبة ساعات قلة الخبرة ساعات يعني الأخطاء الفردية وهنبدأ نشتغل ونعالج وإحنا ما عندناش حاجة أكتر من كده صحيح ونتمنى توفيق رب الفترة أنت أنا عارف أنت كنت مستني شهر يناير عشان تعمل بعض التدايمات في بعض المراكز النقصة قدرت تعمل التدايمات اللي أنت عايزها ولا مش كلها والله يعني في حدود المتاح بالنسبالي لأن خلي بالك برضو أول حاجة يمكن القدرات المالية هي الفايصة طبع تاني حاجة أن اللاعب اللي جاي لك برضو بيبص على سريق حاصل حدود أنا أتكلم عنك بصراحة ولكن إحنا برضو قدرنا نجيب لعيبة بنتوسم فيها أنها تكون إضافة للفرقة لعيبة عاوزة تكون موجودة معنا ونستفاد منهم على قبل ما نقدر للفترة الجاية جبنا أحمد السعداني يحارس المرمى وكان موجود في حرص قبل كده ولعب النهاردة أو المغاردي وظهر بشكل كويس جبنا أحمد علي كنا محتاجين حد يمكن من سهل يجيبه لأننا نخلق فرص كثيرة ونجيب أهداف بصعوبة فأحمد علي ممكن يستخدمه بعض المغارات من فرصة يقدر يحرز أهداف كثير من أفرق يمكن سلنطين وكوكو ولكن برضو دخول اللعيبة دي عاوز وقت مناسب عاوز تدرك في النجد خلقه وفي المور عشان تستفاد منهم لأن لسه جايين جد على فرقة طبعا طيب الاحتفاظ بمصطفى زيكو أصلا في يناير يؤتبر صفقة الحرس الحوضة عشان هو واحد من الأسماء اللي كان بتضادر كثيرا في سؤال انتقالات الشتوية كابتر أحمد أكيد طبعا مصطفى العيب كويس وإحنا اتكلمنا معاه ونالو ما تستعجلش عن الخروج من النهادي النادي برضو محتاجة يمكن ما هي رغبة اللعيب وفي النهاية وردو لازم يتحس بمصلحة النادي ومصلحة الفرقة طبعا هو زيكو يعني دوقتي نجمو ونفس تتكلم عليه فهو بقى نجمو من خلال الفرقة صحيح من خلال أداء الفرقة والأداء الجماعي بتاع الفرقة مش الأداء الفرقي وقدرته يمكن مختلفة شوالية ولكن اللي خلالها تظهر بشكل كويس زميله في الفرقة وأداء الجماعي بتاع الفرقة يعني لكن نحن عندنا هدف تلوقت من النادي يبقى في التوري وصعب جدا نسيبك والفرقة محتاجة يعني طيب كابتن أحمد آخر حاجة بالتأكيد لازم أسألك عن مواجهة تاريخية بين الأهلي وريال مدريد وانت راجل أكت في النادي الأهلي وفي الجهاز الفني اللي هي النادي الأهلي تنصح هي أو تقول إيه اللعيب النادي الأهلي قبل هذه المواجهة الكبيرة التاريخية للكرة المصرية بشكل عام مش بس النادي طبعا كل الشكر والدعم والمساندة للنادي الأهلي يعني طبعا مشرفنا ودايما رافع رأسنا ودايما بحق البهجة والبسمة للجمائل المصرية كلها وخاصة جمائل النادي الأهلي أي محفل كبير لنا الأهلي بيظهر بشكل كويس وبيرفع اسم الكرة المصرية بشكل كبير قدموا براتين على مستوى عالي من ناحية الفنية والتنظيم أكيد مورات ريال مدريد لها طبيعة خاصة لأنك تلاعب بطل من العيار التقي العالم كله سيكون بتفرج على المباراة دي أنا شايف أن الحظوظ متشاوية غض النظر عن اسم ريال مدريد ريال مدريد في الفترة أخيرة مش في أحسن حالاته عنده غيابات كتير مؤثرة يمكن يتغلب أخر مباراة في الدوري وأعتقد من وجه نظر الفنية أن حظوظ الناد الأهلي في المباراة يوجد نظر أكبر وفع الناد الأهلي أكبر استعداد الناد الأهلي أكبر وأتمنى أن الناد الأهلي يكسب ويعدي مرحلة المركز الثالث ويضيف لنفسه قيمة أكبر وقيمة جديدة ويضيف لجمهورية مصر العربية وجمهور الناد الأهلي مركز متميز غير المركز الثالث في فتور الكاس العام الأندية وكلنا دعم ومساند المدهة لطبعا صحيح كابتن كبير كابتن أحمد أيوب المدير الفاني لفريق حرص الحدود أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة وبهنيك مرة أخرى الفوز اليوم على فريق غزل المحلة نجم حرص الحدود واحد من أهم اللاعبين الموجودين في الدوري الممتاز هذا الموسم كابتن مصطفى زيكو لفريق حرص الحدود كابتن مشرف ومنور بهنيك النهاردة على الفوز وهدفك في مرمى غزل المحلة الفوز النهاردة كان حرص الحدود محتاجة كنت لسه بتكلم مع كابتن أحمد أيوب مباريات كسيرة لعبتها بشكل رائع جدا والتوفيق ما كانش معاكو بس النهاردة التوفيق كان مع الفريق نا طبعا الفرقة مركزة حضرتك عارف ان احنا موتش لالي كان موتش مؤجل فكان عندنا وقت كبير ان احنا نقدر نشارع على فريق النحلة بشكل بويس والحمد الله كابتن أحمد وجاجي fatto اني قدر يحفظنا كويس وايه درسني المحلة عارفنا خطراتها ونقطة الطاقة بتاعيتها والحمd laughing' الله اشتغلنا على دو واصلنا عليهم والحمد اللي قدرنا نطلع بالمتش اكام ماش مهم بنسبلكنا عشان ان يطلعنا من الحادثين احنا فيها ونقدر نرجع عن اこرب الحراص للمكانتو الطبيعي والحمد اللي اني احنا اقدرنا نشتغل وقدرنا ننسك الذين اند월 به ما تقلنا عليه. والحمد الله قدرنا نكتبط لأنا بالمطر. الحمد الله. نصف أهداف حرص الحدود الموسم ده. انت مشارك فيها سواء بالتسجيل او بالصناعة على الأرقام الفردية دي بتمثل لك ايه. هو مزيكو بس بيجيب الأهداف لو هم هو اللي جاء بنص لجوان. هو مزيكو طالما جاب يبقى اللعبة كلها اللي جابت عشان اللعبة ايه مثلا بزيكو بشكل كتير جدا. هاي. وزمائلي هم اللي بيستاعدون على داوات. واكيد هم لو هم اللي بيستاعدون على داوات. انا مش اوصل لحاجة زي كده. ده الحمد لله ان احنا مركزين بشكل كواسي بفترة كهية. وان شاء الله نقدر نخلي النادي في مكانة طبيعية. مكانة طبيعية. انا بشكر زمائلي بيتاعدوني بشكل كبير جدا. اه. عندهم ثقافية كبيرة جدا. ويبيرايحوني في الملعب. اه. وشغالين اه. يعني هم بالنسبة لهم عندهم دي كل هم يقدروا يساعد على العزة ما يقدروا عشان يوصلوا لها بعد مكانة. انا بشكرهم من خبالك. وان شاء الله نقدر نعمل حاجة سنادي للنادي والناس فينا ان شاء الله. طيب زيكو اصدعاك لمنتخب مصر. فرق معك معنويا وفي قصة السكة وبالنفس والاداء. عشان كمان انت كان ادائك هايل قبل الانضمام لمنتخب مصر. بقى افضل كمان بعد الانضمام لمنتخب مصر. طبعا اه المنتخب اه دمام المنتخب اتباني شفا كبيرة. اه خلاني امركز اكثر من انا كنت امركز الاول. يعني الاول عادي انا امركز ان انا اقدر اعمل ماتشاك وايزة وهو اطلع ان انا بقى كواس في الماتش وخلاص. انما لما راح بالمنتخب الوضع اختلف. اه بقيت افكر تفكير مختلف ان انا ازاي اقدر اجيب جوان. ازاي ان انا اقدر اشتغل. انه كان لقصني حتة ان انا جبسي جوان وانا انا وضع اكوار كتير. اقول ثلاثة اربع ماتش. اتعاد تحوالي طبع ماتشتنا. انا جبسي ولا جوان. اه انا اقدرت اشتغلت ده كويس جدا مع الكابتن علاء والكابتن ميكي والكابتن عاصم. دايما بيشغلوني بعد كل تنبين بشتغل من الواحدي دايما. والحمد الله اقدرت ان انا اوصل لموضوع ان انا بقى في الفنش كويس. والحمد الله ده اشتغلت عليه وسلسله كويس جدا. والحمد الله انا انا مركز. اه انا ما اكون شاولة الاخر مرة ان انا اكون موجود في منتخب مصر. اه وان شاء الله الفترة الجاية هكون دانا متواجد بشكل مستمر. كنت بتكلم مع كابتن احمد ايوب حالا دلوقتي وقلت له صفقة من صفقات يناير اللي حرس الحدود هي الابقاء على مصطفى زيكو في الفريق. وقال لي انه مصطفى زيكو تقبل فكرة ان الفريق محتاجه. وقال له ان احنا ممكن نتكلم في هذا الامر بنهاية الموسم ومش هتمشي في الفترة الحالية. انت تفهمت هذا الامر انك ما تتحركش في فتل انتقالات الشتوية الحالية في يناير وتكمل مع حرس الحدود لنهاية الموسم? اه طبعا. انا جالي عروض في شهر واحد. جالي كأكتر من عرض. اذكرت ان احمد قاعد معي اول عميد علاء. اول وقال له يا ديكو احنا محتاجيناك ومحتاجينا ان تكون موجود سلطة. قال طاعة تحت اموة كبسين. وان شاء الله اهم حاجة النادي. يعني اللي ان انت اركز معنا وان شاء الله تقدر في انش اخر السلام. ان شاء الله قلت له تحت اموة كابتن وانا مفيش مشكلة. وكلمت مع رئيس النادي. والناس يعني محترمين. والناس اتكلموا معي بشكل سجابي. وانا تقبلت فهمة الموضوع يعني. وان شاء الله نقدر نقعد النادي بشكل كويس. وان شاء الله ربنا يكرمنا الفترة الجاية. ونخلي الحرس في مكانته الطبعية. النادي الحرس النادي كبير. وانادي صاحب قطلاته لاسمه. وان شاء الله نقدر نوصل لمكانة كويسة. ان شاء الله. الكابتن مصطفى زيكو لعب فريق حرس الحدود. انا بشكرك شكرا جزيلا. طيب. النهار ده ايضا فيه الدوري المصري الممتاز. كانت مواجهة كبيرة بين الاسماعيلي والاتحاد السكندري. الاسماعيلي تقدم بهدف مبكر جدا. جدا. بس ما قدرش يحافظ على هذا الفوز. الفوز اهو. الهدف محمد شامي في الثواني الاولى. مش الديها الاولى. في الثواني الاولى من المباراة محمد شامي تقدم ليه الاسماعيلي. ويدر المتقلق محمود علاء انه يتعادل للاتحاد السكندري في الديئة ستة و سبعين. محمود علاء متقلق جدا مع الاتحاد الفترة الاخيرة سواء في تسجيل الهدف او في الشكل الدفاعي. الاسماعيلي ما زال يعاني في زيل جدول الترتيب مع فريق الداخلية. بس بصراحة عشان نقول الحق يعني. الاداء يتحسن. الاداء الاسماعيلي يتحسن. وبرضو بصراحة تحية لحمد حسان ميدو. مديل فني للاسماعيلي. على الصبر. خد بالك. الاسماعيلي فرقة دلوقتي. منهكة نفسيا ومعنويا وفنيا وبدنيا وضغط جماهيري وصفقات ما كانتش نكحة. فيه تفاصيل كثيرة وبيئة متخليش مدرب يقدر يشتغل براحته. فاللي بيعملوا ميد دلوقتي ده مهمة انقاذ لللي بيحصل في الاسماعيلي. هو النهارده سمعت له تصريحات قال ان احنا هنبني على ده. وفيه ايجابيات كثيرة ممكن الاسماعيلي يستفيد منها في المستقبل القريب في المباريات القادمة. نتمنى دايما توفيق للاسماعيلي وكل الفرق المصرية فيما توقع من الموسم. نهارده انبي كمان في مهمة اولى للكابتن تامر مصطفى قدر يفوز على سيراميكا كلوباترا بهدف ايضا كان مبكر جدا لأحمد يوسف في ديئة التانية حافظ عليه انبي ليه نهاية المباراة حافظ عليه بسعوبة جدا عشان سيراميكا حاول كثيرا عشان يتعادل لكن مقدرش حرس الحدود يعمل ده وانبي يختف فوز مهم جدا مهم جدا انبي كان معاك كابتن احمد كوشرب عيكا كابتن يوسف والان تامر مصطفى طيب احمد يوسف بالمناسبة اترد صاحب الهدف اترد قبل نهاية المباراة نهارده كمان اسوان يواصل سلسلة النتائج الرائعة ويفوز على الداخلية اتنين واحد احمد خالد سجل هدفه في ديئة الاولى لأسوان اهدف مبكرة كلها النهارده الناس كلها نازلت تسجل اهدف على طول وبعد كده سامير فكري تعادل الداخلية في ديئة 28 من ركلة جزاء ومحمد حمدي زكي سجل الهدف الثاني لأسوان هدف الفوز في ديئة 40 عشان الأسوان يواصل نتائجه الرائعة مع الكابتن ايمان الرماضي هذا الموسم داخلية طبعا يعاني يعاني كثيرا جدا في زيل جدول الترتيب مع فريق الاسماعيلي طيب احنا لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل هينورني وشرفني الكابتن الكبير كابتن وجيه أحمد رئيس لاجل الحكام الأسبق بعد هذا الفاصل خليكم يا عرب حضراتكم مرة اخرى شرفني ونورني ضيف عزيزك العادة الكابتن الكبير كابتن وجيه أحمد رئيس لاجل الحكام المصرية الأسبق كابتن وجيه مشرف ومنور دايما بسعى بتواجدك معا اهلا بيك كابتن كريم سعيد ان انا كن معاك وحضرتك اللي تشرف اي حد وليات شرف ان انا كن مع حضرتك يا ربي خليك قبل اي حاجة قبل اي حاجة عايز اقول لحاكم حاجة بس عشان اللي مش فاكر او الشباب الصغير يعني اللي لسه 16-17 سنة كابتن وجيه أحمد كان ده شرف انه يدير مباراة كبيرة بين الاهلي وريال مدريد في 2001 كحكم مساعد والمباراة الرائعة اللي فاز بيها النادي الاهلي بهدف صندق فالشيء بالشيء يسكر نسأل كابتن وجيه ذكرياته لهذه المواجهة العظيمة اللي فاز بيها النادي لا تفتكري عن المواجهة ده كابتن وجيه وكان موجود الاتحاد الاوروبي موجود وكان بلاطر موجود وعيس حياته موجود فكانت مباراة كبيرة جدا وكانت احتفالية كبيرة جدا يعني اكبر من كوريا المباراة والدقية لا 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 مباراة كانت رسمية والريال مدريد بيلعب كله كامل صح كامل راول جونزالس وفيجو الدين زيدان واروبيرتو كارلوس وفرناندو هيرو لا الفرقة كلها كاملة صح فرقة كلها كاملة ونبل اهل حسام الحضرة وفرقة كلها كاملة ونحسن حظ صندي ده هو اللي جاب الجول صحيح لكن المباراة كانت لها اجواء ممتازة جدا ومباراة كبيرة وملعب مليانة على الاخر وانت في المباراة بقى ليا المدين كان بيلعب بجدية ولا كان بيلعب مباراة ودية عادية انت اللي هتبقى عارف بقى اطراضات وتخول جامد وبتاع انت بيعنيك هتبقى شايف لا لا كان بيلعب بجدية وبكوة وقى الجمعة انا فاكر عسام الحضري وقى الجمعة مع احترامي للجميع وعسام غالي التلاتة كانوا نجوم المباراة صحية كانوا نجوم المباراة صح صح حقيقة عسام الحضري وقى الجمعة عاملين ماتش رائح وعسام عمل ماتش الهجوم والدفاع وبرط وعمل هو اللي عمل الجول لصنديه وجابها يعني كانت مباراة ومباراة كبيرة مين من لعبت الريالما دي جات اعتردت عليك في اي كرة من الكرات عاش كتشفيه هارباة وقتها فاكتشفيه لويز فيجو لويز فيجو لويز فيجو كرة ابن العبن حتلمين وكرة مماشى فالكرة ضربت هواي الجمعة عامل تاكلنج فضربت الكرة ففجل وتلعت فانا بدي رمي التماس عليه فبصلي كده ورح بص كده وبص واخدر ماشي برضو نوع من نوع الاعتراض وانت طبعا بصيته البصة الجمعة واحدة تانية لعبة الكرة طلعت رمي التماس احنا كان عندنا الله ارحمه كابت محمد حسام يعني كان بيقول لما حدش يلمس الكرة عشان ما حدش يقول لك انت سبت الكرة دي ولمست الكرة دي فالكرة جاية ريال المدريد مغلوبة واحد فانا عملت رجلي كده وخليت الكرة اتعدي فوضتها ما جبتها فوضتها ما لمستهاش عشان بتاعليه المدري لتلعبها فهو خد الكرة ورح يرمي رمي التماسي الحداثة على رجلي وبيرمي رمي التماسي مين دا مش فاكروا بقى كامباك رايت ولا باك ليفت كامباك رايت جيرمي مش فاكر الكاميروني اه مش فاكر تقريبا جيرمي على ما اتذكرت جيرمي لاتصن بتاع الكاميرون اعتقد هو اعتقد هو لاني لو اوروبا ما خدش هيعمل كده صح اه دس خفيفة كده خفيفة وانت عديتها برضو قلت اعتقدش يعني احتفالية مش هاستدعي الحكم طيب بالمنازوات تواقع اي الاهلي في المواجهة اللي جاي قدام لي المدري ابنا وفاء ندل اهلي ان شاء الله يعمدش كويس وان شاء الله يعني البطولة قريبة وان شاء الله ان شاء الله يعمدش اهم حاجة ندل اهلي قدي اداء مشرف واداء كويس يرضي اه الكرة المصرية ويرضي جمهير نادي الاهلي وجمهير مصر كلها اه دي نمر واحد نمر اتنين برضو يجتهد على اساس ان البطولة تبقى قريبة ويعمل اللي عليه وحتى لو اه اه كسب وحتى وصل لك لك جزاء يبقى عمل اللي عليه اه خسر وما كانتش موفق بس يكون ادى كويس برضو يبقى يبقى برضو اداء مميز يكون عمل اللي عليه ده قطة ايمن المباراة كابتن وجيه او مع كابتن جمال الهندو كانت مباراة تفعلها عظيمة اه كانت كابتن احمد عودة حكم رابع اه مباراة تاريخية يعني بتبقى سعيد انت يا كابتن وجيه لما بدين مباراة زي دي انت بتحكم من نجوم العالم ده ارحمة عمد اليماني هو كمان نجوم العالم مباراة تاريخية بكل تأكيد يعني بيستد كماليانا على الاخر يعني طيب كابتن وجيه من زاوية اخرى بعيدا بقى عن هذه المواجهة العظيمة التاريخية رحيل تلاتن برج من وجهة ناظرك هل كان رحيل منطقة ومتوقعة اولا هنا كنت اتمنى ان يمشي بس اتمنى يمشي كان بشكل احسن من كده يعني بدا مشاكل وما فيش ازمات ويمشي لان هو اصلا انا اسف مش عايز اقول الكلام يزعى للناس مني احنا ما يصحش انه يجي واحد كان مسك اليونان ويمسك مصر ده لا يريك يمسك التهم مع بعض اه لا يريك يعني قالوا انه هو مسك اليونان اونلاين وكلام لا لا هو كان بيروح اليونان كل تلات ايام كان بيروح اليونان يقعد هنا ويروح اليونان تلات ايام لان احنا عندنا حكام بيشتاروا في المطار مشوفوه بسافر هو رايح هو جاي فانا عارفين انه هو بيسافر بس هاي دي المشكلة انما لو هو قاعد احنا اتشرف يكون موجود معنا ولكن ما ينفعش يقعد هنا وهنا صح عشان اولا ما اعملش ولا اجتماع اولا معسكر تدريبي انه يحلل اداء التحكيم في الملعب ودي مشكلة كبيرة وبعدين التحكيم مجموعة من العناصر مع التعينات ومع انك انت تحلل الاداء التحكيمي اونلاين للحكام لازم تنزل الملعب الحكام دي محتاجة انك انت تعرفهم وتعمل حالات تحكيمية وتقولي الحكم انت غلطتي ليه لان عندي واحد اتنين ثلاثة انت مكنش عندك سرعة ارتداد عشان كده ما شفتش الحالة في حد حجب عنك الرؤية ان كان فيه لازم يحصل تعاون بينك وبين الحكم كل الحاجات دي كانت موجودة تنزل الملعب وتعمل حالات تحكيمية وتعمل يعني مطلوب انك تعمل الحاجات دي ولازم تقعد مع الحكام وتنزل مع الحكام والحكام تشوفوك وهي قعد معاك وينزلوا الملعب معاك كل دي حاجات هتبقى عاملة وتبقى نوع من انوع الالف انما طول ما انت قعد تعمل اونلاين والحكام بيتجمعها وانت بتعمل اونلاين وثمانين في المية من الحالات تعملها اونلاين تعمله انت في اليونان فيش قلفة فيش قلفة وتواصل بينك ومن الحكام انما ما تكون قاعد في فندق والحكام حواليك ومتقوم ومتنقشهم متقوم اتكلم قوم قول لي شفت اللعبة دي ازاي عملت ايه تعاملت مع الحالة دي بشكل كده ليه ويبقى في حتى حتى ما تجي توقف حكم ما قلتش للجنة الحكم ده ما قوف عشان غير انت لازم تقول لي الحكم انت عملت واحد اتنين ثلاثة عشان كده تبقى مقوف صحية وتعلمه تقول له عشان كده مقوف وبعدين يجب كنت عملت واحد اتنين ثلاثة ما ينفعش ان انا اقول له انت مقوف من غير معلمه صحية هيجي تاني هيغلط تاني صحية انما لازم اعلمه واعلمه ازاي انزل الملعب اخده واعلمه في الملعب واعمله الحالة التحكمية واعمل اعمل حتى يا رجل اجيب اجيب فرقتين حتى احنا عندنا كنا بنجيب ايامنا كنا بنجيب فرق وبنعمل ماتش ميتنج ميني ماتش أزي ونجيب الحكام وبننزل وبنعمل حالات تحكمية صحية صحية طيب هالكورة قال انه بصدد البحث عن خبير تحكيم اجنابي اخر لرئاسة لجنة الحكام المصرية هل انت مع تجرار التجربة في وسط الموسم ولا انت شايف انه ممكن تتأجل لبداية الموسم اللي جاي انا شايف انه يعني تتأجل لبداية الموسم اه كابتن كريم خذينا نطفك الرجل الهاجيجي الدوري فضي عليه ثلاث شهور صحية او ثلاث شهور ونص عشان يعرف الحكام عشان يعرف الحكام محتاجة ثلاث شهور اصلا صحية صحية دي حاجة الحاجة التانية هل الخبير سواء البرتغالي او الاسباني ازا ما ازا ما بيت ردد هل عملتوله اه مني ماتشز دي كل لكل حكم من حكام مصر كل واحد دي توله اه اه سيديهاية مثلا او او مني ماتشن محمد عادل كل ما تشطه ايه ودي الحالات التحكمية اللي فيها السلبيات والاجابيات والحنف وعشور ونبريم نور عشان يعرف حتى يقيم الحكام عشان تعمل تعمل واحد وترتب من واحد لعشرة صحيح في الكلاس ايه من حداشر لخمستاشر او لثمنتاشر كلاس بي من طمنتاشر لخمسة وعشرين كلاسي يعني علشان حتى ما تجي تعين الحكام تعرف ان تختارicas ايه تعرف تختار اه دي حاجة الحاجة التانية يعني عندنا مشكلة عندنا مشكلة اه يعني انا شايف لجنة الحكام ما ينفعش اللجنة تبقى واحد مسؤول على قسم التاني واحد مسؤول على قسم الأول واحد مسؤول على قسم التالت والرابح لأ احنا لجنة يا جماعة هنا لجنة نقعد مع بعض مسؤولة عن تعيين الكسم الأول مثلا كابتن توفيق وكابتن مهند نعمل التعينات هم عملوا التعينات وعملوا المشروع وبعدين يتعرض على اللجنة واللجنة تناقش المشروع لا ده عمل ماتش مشكلة الماتش اللي فات ده عمل كذا لأن ما فيش حد بيفتكر كل حاجة كلنا عندنا نسيان وبننسى فما يكون كلنا قاعدين سبعة موجودين والمشروع بيتعرض علينا لا ده عنده مشكلة في الماتش فلاني لا ده عنده مشكلة السنة اللي فاتت مع النادي الأهلي مع النادي الزمالك وعصرت مشكلة في المباراة والنادي الأهلي تالي اعترض عليه أو نادي الزمالك اعترض عليه أو الإسماعيل اعترض عليه فكل بنفكر بعض يعني كابتن وجيه لو انت عندك مشكلة أو حكم عمل مشكلة في مباراة للأهلي أو الزمالك بتحسب الحزب دي يعني بتقول مثلا والله لأ ملاش دي المباراة قريبة للأهل والزماية اكتنى عشان ما حصلتش مشكلة طبعا مئة في المية مئة في المية ما هو الاختيار المهم بالنسبة لللي بيدير لجنة الحكام ازاي ان انا اهيأ الحكم المناسب ومباراة مناسبة كابتن كريم حضرتك تخيل ان انت عامل مباراة فيها مشكلة مع النادي الأهل او مشكلة مع النادي الزمالي استنى اسبوعين وبعدين لعبك للأهل او الزمالي اللي انت عامل له مشكلة اولا السوشال ميديا بتاعت الاتجاه ده مش طيقاك الفرقة مش طيقاك لسه فاكرين الماتش اللي انت لعبه وعمل فيه مشكلة مع الفرقة دي الحكم نفسه هيلعب تحت ضغط لو حصلت له مشكلة في الماتش ده هتبقى فيه مشكلة هيفتكر الماتش بتاع اللي من ثلاثة اسابيع النادي هيتل اقول لك الله يا عمي ده انت كايبين انه واحد يخلص علينا ما خلص علينا من اسبوعين فكيفية اختيار الحكم هسألك سؤال فضلك عشان النقطة دي مهمة جدا بالنسبة لي ما انا لو حكم وبدي المباراة للأهل والزمالك وقلت لو غلطت في المباراة دي ضد الأهل أو الزمالك بدون قصد يعني اكيد كل حكامنا حتى لو غلطوا هيبقى بدون قصد ما هم هيخلوني ما ديرش مباراة تاني الأهل والزمالك ومن الاخر كده الأهل والزمالك دي هي اللقطة يعني موتش الأهل والزمالك وعند كل الحكام او كل اللي عاملين في الرياضة الأهل والزمالك فانا لو غلطت ضد الأهل أو الزمالك ناس فيش تخير حكي من الأهل والزمالك تاني طيب ما جاي من البقى الأهل والزمالك لا ما موتش كده لا ما موتش كده ما موتش كده أنا بقولك الحكم ممكن يفكر إزاي ما موت جاملة الأهل والزمالك برضو هيتوقف هيتعاقب ما أنا بتحط ده حتضغط عشان أهل والزمالك بس بسرح يا كابتن كريم فضل خلينا نطفك يعني اختيار الحكم ده فن فن خلي بالك إن أنا أختار الحكم المناسب ومن المناسبة فن إن أنا أحط حكم يعرف هيألو الجو وهيألو المناخ عشان يقدر يديري المباراة ده فن صح إنما أجيب حكم عمل مشكلة مع نادي ولسه ويمكن تصادف إن الماتش ده أثر عليه مع النادي ده ما وضوهش أفريقيا أثر مع النادي ده ما خلوهش يصعد أو نزله للمستوى الأقل أو حتى خلاه يطلع من المربع الزهري كل ده حالات بتأثر هالحكم وبتتحطي في الكريم بتاع الفرقة اللي أثر عليها خلي بالكبت الكريم ده ده عنصر مهم جدا طبعا أنا هقول لحضرتك حاجة كبت الكريم أنت حضرتك حكمت للأهل أو الزمالك وعملت مشكلة مع النادي الأهل أو نادي زمالك هل من الطبيعي إنك إنت إن أنا أعينك ماتش للنادي الأهل بعد إيه بعد إسبوعين أو ماتش النادي الزمالك بعد إسبوعين وأنت عمي معهم مشكلة أنت بتسألني؟ أه بسألك هنتناقش نتناقش كده أنا واسق إنه هو ما عملش الخطأ ده بقصد فالخطأ ده ما الحكم اللي بقى عدوه يعني الحكم ده سين ما قادرش مباراة الأهل اللي جاي بس الساعد هو اللي قادر مباراة الأهل اللي جاي مواسط ده ممكن يغلط برضه ما عملناش حاجة يعني ما يغلط ما دينه صبرته أو سنده وأدعمه طيب يا كابتين فضل بص حضرتك حضرتك حكمت لماتش النادي الأهل أو نادي الزمالك أو نادي الإسماعيل أو نادي الاتحاد وما كنتش موفق في إحدى الألعاب واللعبة دي كان لها تأثير عن تكتر مباراة لما أنا أجأ لعبك بعد إسبوعين ثلاثة أو بعد إسبوعين عايز ترعب إنت كمان للأهل أو الزمالك لنفس الفرقة الكبيرة ماشي صح الحكام في نفس الكريف بتاعك أو اللي أقل منك في الدرجة يعني أنت كلاس إيه والحكام اللي هتلعب كلاس بي أما يشوفه كريم غلط وبيلعب برضو للأهل وبيلعب للزمالك وبيلعب الإسماعيل وبيلعب الاتحاد فيش عدية لكده هل هم هيبقى عندهم خوف من اللجنة أو خوف من إن هم يحفظوا على الأداء التحكيمي لا طبعا ليه لأنه شافوا الحكام اللي بيغلط ما بيتحسبش أنا اللي حراكة قلتوا ده بقى نقطة في المنتهى الأهمية واتفق معاك فيها ودي عظيمة أنا معاك في الجزء ده عشان ده كمان في العداء العامل زي فريق كورة كده لعب معرفش يسجل أهداف كويسة فالمدرب لو سابه المهاجم اللي عاد على الدكة ده هيدايا هيقول طبعا أنا هلعب أمسا فالحركة قلتوا ده هايل بس أنا ضد فكرة إنه عشان الدغوط الدغوط دي بقى يحميه إنت بقى يحمي من الدغوط كابتن كريم الدغوط معنى الدغوط إنك إنت تشيل الضغط من على الحكم نفسه أصلا الحكم نفسه الحكم نفسه يا كابتن كريم لو أنت حطته يعني مش عايز أقول تحت ضغط الشيط طبيعي إنه دلوقتي ما عندناش ما عندناش جمهور الحكم بيلعب قدام تمانين تسعين ألف يعني بدلوقتي ممكن يتقصى لأن التسعين في المئة من الحكام ما لعبوش تحت ضغط جماهيري صح إنما لو تعالها تفرج لو الحكم ده بيلعب للنادي الأهلي أو نادي زماريك أو الإسماعيل ماتش مؤثر لأي فرق من فرق الدوري وبيرعب ماتش زو نتيجة معينة أو زو ده نتيجة تؤثر على جدول المسابقة وغلط في فوزة تمانين تسعين ألف متفرج خلي بالك لا تحت الكورة هيقدر يحميه ولا لجنة حكامة تقدر تحميه لأنه غلط قدام الناس كلها فلازم هو عشان أنت تقدر تحميه لازم الخطأ التقديري تقدر أنت تدافع عن الحكم فيه إنما ما يبقى حكم عنده خطأ تحكيمي قبل الفار حسب ركل الجزاء وركل الجزاء غير صحيحة أو هي الكورة من بره وحطها داخل منطقة الجزاء خطأ جسيم وبقت مشكلة خطأ جسيم أثر على نتيجة المباراة مين هيقدر يحميه صحيح فيش حد يقدر يحميه بالتالي ما أنت تقدر أو أنت توقفه ما حدش يقدر يلومك والتحاد الكورة أول من هيطارب بإيقاف الحكم ده لأن الاتحاد الكورة برضو بيمر بضغوط والأندية بتضغط على الاتحاد الكورة وخلينا نتفق أندية زو جمهورية وزو سوشيال ميديا بتقدر تأثر على على الشارع الرياضي وعلى مش عايز أتكلم في حاجات عقرار عقرار صح مفهوم يعني يعني عندها كبيرة ممكن تأثر على الاتحاد الكورة أو على لجنة حكام في حالة خلينا ما تطلعش عن الخط في حالة وجود خطأ تحكيمي مؤثر واضح طيب سؤال فضل سؤال حلو المقاش ده هل الاتحاد الكورة أسيبك بقى من الاتحاد الكورة لجنة الحكام ونت كنت رئيسا للجنة الحكام لو جالك تليفون من الأهل أو الزمال طلبوا منك بلاش الحكام الفلاني أو بلاش الحكام الألاني بتعمل إيه بص يا كبتكاري فضل أولا سبب المشكلة تحت زمان 2015 أن إحدى الأندية كبيرة ما كانوش عايزين محمود البنة يحكم له وأنا جيت عينتي محمود البنة والنادي ما كانش موفق في اليوم ده وخسر من الفرقة اللي بتلعب النادي الكبير ده و وتلعب وتهجمته الحكاية وتهجمته هجوم مشارس وإحنا بعتين جوابات ومش عايزين الحكم ده وكلام ده ومحمود البنة في الأداء التحكيمي كان عشرة على عشرة مميز وهو حكم مميز حقيقة ف بتحصل بس بشرط أنت كلجنة قبل الحكم قبل النادي ما يبعث أنت أصلا حريص على المنظومة التحكمية إنما الحكم ما يكونش غلط والنادي يبعث جواب يقول لي شيل فلان لا طبعا لا لا طبعا هاي لا طبعا وبعدين الحكم اللي غلط للأندية اللي أنا قلت عليها الأندية الكبيرة أنت بتنتظر النادي بيلعب بيلعب ماتش مع فرقة أنت تعتقد أنها خفيفة شوية وتدي له الماتش ده عشان ترجعه أن يلعب للفرقة الكبيرة تاني يعني كابتن كريم لعب خلينا نقول التحادسكندرية صحيح وتحادسكندرية وجيه خسره الماتش أو كان أداء تحكيمي خسر النادي الاتحاد استنى الاتحاد أما يروح لعب فرقة ترتبع في الجدول أسف في اللفظ متدني أو في الآخر وتروح لعب تستنى الماتش يكون في التحادسكندرية وتدي للحكم اللي غلط مع التحادسكندرية مع الفرقة اللي بمركزها في الجدول تحت شوية أو في المراكز المتأخرة عشان ترجع الحكم يلعب للنادي ده لأن النادي ده مش هيقعد طول العمر الحكم ما يلعب له صحيح لازم تقدر ترجع الحكم فعشان كده بقولك التحكيم و واختيار الحكام دفن صحيح طيب هتقولنا بقى الحالات اللي كانت في مباريات اليوم عشان الكابتن واجيه أحمد يعلقنا عليه عشان نتكلم معي قبل الهواء على كام حالة كده مهمين جدا نقول لي يا جماعة هنبدأ بحالة ايه دي مباراة ايه دخلية دخلية ومين دي الدخلية دخلية أسوان هنا ركل الجزاء ده مركز الحكم يسمح له أن يقدر الحالة ولكن عايز يشوف التركيز بتاع الحكم المساعد كرة ما هل الكرة تلعت برا الخط ولا لا كمّل اللعبة بص هنا هنا هل الكرة برا ولا جوة صعبة صعبة هنا الحكم المساعد كان يعني متأخر شوية كمّل كمّل لعبة صعبة ولعبة دقيقة هل الكرة ما تلع ساب طفق معايا خرج طفق معايا كمّل هس الكرة كمّل الكرة بقى لا ساب ارجع فريم فريم سوية فريم سوية هس الكرة برا برا بكاملها يعني صح صح فين دور الفار ها بقى دي حصلت حصلت ركل الجزاء ها والفار ما تدخلش والفار ما تدخلش اهي برا ولا ولا على الخط لا انا شايفها برا انت شايفها برا اه والله واعلم ممكن تبقى لابس الخط بس انا السورة كده بتقولي انها برا اخر حاجة يتبر يعني انا بقولك لعبة صعبة اه ولعبة جدالية هنا كان لازم على قال الفار يدخل هنا كان لازم الحكم هنا ده ركل الجزاء اه هنا الحكم الفار بشايك على ركلة الجزاء صح قل ردي صح ولكن كان لازم يقوله دي لي اه دي لي او خلني شايك على اللعبة دي الاول صح قبل ركلة الجزاء شايك على اللعبة دي لو شايك عليها كانت كان يلغي ركلة الجزاء مزبوط فبالتالي بص اللعبة يعني انا يعني مش حارف بقول بالعين المجرد بتلعيد ولا متفق معايا كابتن كريم انا شايف انها ترى شايق وبرضو هي ازي ما احنا قلت هي في منتغى الصعوبة عشان ممكن تأديل الفار ليها انها لمست الخط ممكن بس يعني هي صعبة صعبة بتاك طيب كمل كمل اللعبة حصلت ركلة الجزاء اه دي النهاردة دي لعبة تانية ده ماتش الاسماعيلي والاتحاد دي حالة حالة مهمة اه هنا الحكم صباحي اه كان قريب وهنا الحكم الفار تدخل هنا هنا الرجل المدافع تلقى يلعب الكرة بدماغه ووضع اليد غير طبيعي بتاع المهاجم الاسماعيلي بس ايدينه لا ارجع تانية اللقطة لقبل كده اللقطة لقبل كده الاونية خالص اه هتلاقي ايدين لتنين فوق بس حذرتك ايدين لتنين فوق ده مش وضع طبيعي مش وضع تشريحي اي نعم الباك بيطلع من وراء ولكن الباك انا بطلع عشان اعمل جنب واطلع هلعب شيء طبيعي ولكن اليد اه سندة وكل حاجة بس ده التحام طبيعي مسموح ان نلعب به بس الوضع التشريحي بتاع ايد لعب الاسماعيلي كان غلط كان غلط فبالتاله لما خبطت في اليد لعب الاسماعيلي وتصلحت بقت اه رجعنا للعبة للفارب قبل كده وقال له اني لمسة يد قبل ما ما تيجي جول وهنا بص حضرتك هنا الصباحي راح واللغى واحتسب لمسة يده وعيشاور بايده على انها لمسة يد عظيم هاتول بعدها اه لمسة يد واضح طيب دي كرة اخرى دي دي لك الجزاء لو جبنا الحالة التحكمية هنا اللاعب كابتن كريم اللاعب هنا في موقف تسلل صح كابتن كريم هنا التزديد على المرمى التزديد على المرمى لو اصطدمت بقدم اللاعب الاسماعيلي وراحت لأي لعب في موقف تسلل تسلل ده اسمه فيه فرق بين بص اللعبة اللعب في موقف تسلل 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 اللعبة هو موجود في موقف تسلل هنا فيها انحراف هنا لعب متعمد هنا مش لعب متعمد هنا انقاذ متعمد هنا انا بنقز مرماية بص حضرتك جات في رجلي اللاعب الاسماعيلي وراحت اللعب موجود في موقف تسلل هنا متعتبرش جاية من الخصم هنا جاية من انقاذ ان كرة متشاطة في المرمى انا بنقز مرماية لعب لعب الاسماعيلي بينقز مرماية كرة متشاطة هي في اتجاه المرمى اللاعب الاسماعيلي. اه. كان ده لهم بصية. لو بصية متعمدة. نرفع عليك. صح. لان هي انا بنقذ مرماية. صح. في التزديدة في اتجاه المرما كرة ضربت في اللاعب. ولا اتكلم بقى في الاحراف. هنا راكل الجزاء. لو كانت راكل الجزاء. طيب. كرة دي اللي سجل منها الاتحاد هدفه. كان فيها شك انها هتسلل. ان هنا شفنا هنا الحكم المساعد رفع. رفع انها هتسلل. انها تسلل. لو شفنا الحالة الفار. اه. انا اتعامل معها. انا شايف اه. قرار الفار. بشكل اه صحيح. في الحالة. ولكن اللعبة. هو قد يكون. اعتقد ان كرة هتروح للعب اللي ورا خالص. الاخضر اقول. اللي في موقف تسلل. وارد جدا. هي مش تسلل. هي مش تسلل. هي مش تسلل. رغم ان تمركزه صحيح. تمركزه رائع جدا. ولكن الحالة التحكمية هتلاقي الرجل بتاعة اللاعب اسماعيلي. اه مغطي التسلل. اه. وانا شاف. طيب. ملحوزة هنا بسيطة كابتن وجيه. طيب يا كابتن. انا 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 بفرج على لقطة دية. تقريبا الفار قاعد يكلم حكم المباراة حوالي خمس دقيقة. ويمكن اكتر. كتير اوش. لدرجة قلت يا جماعة ايه. مش مش كيميا. ايه. دعبة صعبة كابتن كريم. صعبة. صعبة. اه. دعبة صعبة. اه. دعبة من تقنية التسلل الجديدة اللي جاية. احنا ما عندنا. فانتخدش وعد. صح. وفيه حد متخصص قاعد. قاعد ليها. يعني في كاس العالم القندية. فارو ايه فارو التسلل. صح. بس مرضه كتيرة كابتن وجيه. بصراحة. انا النهار ده رفعه ماتش خمس دايق. يعني طورت. نشوف اللي بعده. احتسبة بعد كده. طيب ماتش سيراميك لوباترا وامبي. طيب تدي انا حالة مهمة جدا في الماتش دا. هنا اللعبة اعتقد لعبة صحيحة. اه. هنا حكم المساعد بس دقة اللعبة. اه. بص حضرتك. يعني ما يلبس براسه. صح. ما يلبس براسه بس. اه. فدي تسلل. تسلل. طيب عظيم. كرار صحيح من الحكم المساعد. هي. رفع الريا وتمركوزه رائح. في لعبة بقى. اه. في اللي بعد. لعبة في الاخر. اه. لعبة في الاخر. اه. حوالي ستة خمسة. ايوة اللعبة دي. هي دي. لعبة سليمة. بص حضرتك. مين التسلل. اه. انا بلعب الكورة. انا اللي بلعب الكورة. لعبتها دربت في الباك ورجعت لي تاني. اه. از كان انا اصلا في البداية موقفي سليم. بص يا كابتن كريم. انا اللي بلعب المدافع اللي لعب الكورة. اه. حسب تسلل على محمد ابراهيم. اه. وانا اللي لعبها اصلا. اه. طب ازاي بقى. اه. اصلا. اه. حتى اصلا. خلينا اقول ان واحد غير محمد ابراهيم. اه. اصلا ده لعبة متعمد. ارجع تاني للعبة بعد اذن حضرتك. ارجع شوية. لا ارجع تاني من بداية اللعبة. اجيب لك من الاولى. اهو. خلينا اقول. ده محمد غريم هو في موقف تسليم اهو. مية في المية. ماشي. اه. تكمل. مفيش تسلل في اي حال من الاحوال. الا لو ضربت في اللحمر. وراحت لمحمد ابراهيم. اه. هي ضربت في الباك. اه. ورجعت لمحمد ابراهيم. ازا كان اصلا اللي لعبها. فين التسلل. يا خبر بيه ده كابتن ويه. يعني ده خطأ. ده خطأ قانوني واضح. خطأ. خطأ فني. اه. خطأ تقديري. وحتى. طب ازاي. ازاي الفار. والفار. والحكم الملعب. الاتنين يغلطوا. ممكن اه يحصل خلل بصري او عدم تركيز من الحكم المساعد. ولكن الفار دول الفار. الفار بص حضرتك. يا خبره بيه ده كابتن. انت دي اللقطة دي كاريسية. طبعا. ده اللقطة ديت. انا بس انا تخيلت دلوقتي لو حصيت لقالي او زمالك. لا. والسراميكا اتغربت. اه. يعني انا اصيت في نتيجة المباراة. بشكل واضح. اه. اه. انا كانت الاهل وزمالك بالجماهلية والزخم لو الحالة دي فاهل وزمالك. صعبة صعبة. خلي بالك. يعني. في اختار بلو سرح بدايق. عارفك 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 يا جابتن كريم. اه. ممكن ان انا اقول لو راحت لواحد غير محمد ابراهيم. مفهوم. وكان في نفس المكان. برضو لعبة متعمل. اه. لان انا كمدافع بنام و بعمل تاكلنج ولعبتها. صح. يعني انا بلعب. يعني مش خبطت في ايا. مش خبطت في ايا عمشان حراف. بالزبط. انا انا خبطت. انا اللي انا. يعني انا اللي بنام وبلعبها. يعني اصبح اصبح آآ لعبة متعمل. اه. فبالتالي آآ برضو حتى ما فقاش فيها تسلل. بالك بقى ان انا محمد ابراهيم اللي بلعبها بالعرض. والبق بيرجعها لي تاني. التسلل من اين? صحيح. كان اصل لمحمد ابراهيم في بداية الحالة سليم. وفي نهاية الحالة في اي حل في اي وضع من الاوضاع سليم صحيح صحيح كابتن وجيه انت دايما بتشرف ودايما بتنور دايما الاعداء معاك ممتعة ومش مفود تخلص يعني دايما بتشرف بيك دايما دايما موفق بيزن لك شكرا لك لك لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل النقاط الراضيين كاستاذ محمد محسن لمنور مواستاذ رامي رجب واستاذ حسام زايد بعد ازال فاصل خليكم معك يعلم بحضراتكم مرة اخرى يشرفني وينورني في هزي الفقرة الازدزة الكبار استاذ محسن لمنوم واستاذ رامي رجب واستاذ حسام زايد استاذ محسن مشرف ومنور وحشني جدا ربنا يا كريمك استاذ كريم انا سعيد ان دايما ابقى معاكم مع زماني طبعا استاذ رامي الاستاذ حسام حبيبنا استاذ رامي مشرف ومنور ربنا يا تليك استاذ كريمان سعيد ان دايما اكون موجود دايما بيأحمرك يقوله طبعا احسام منور الدنيا حبيبا كريم ربنا خليك مخصوط إن معاكم ومع النجمة طبعا رامي ومع الرحالة وحسن لملوم طبعا الرحالة رحالة العالم كله عبايبي عبايبي حتيتك بقى الأهلي هيلعب ريال مدريد وفماطش راسم مش ناوي السافر الأول ناخد لك مودريتش كده على فينسيوس على انشلوتي وما بقى فيهم حد خلاص خلاص طلهم خلص يعني اللعنة الفراغ نحلت عليهم في خلاص يرجعوا من القصوة بعد مطش الأهلي بس مطش الأهلي كلهم يريحوا شوية بس بزبط كده عشان مجود اللي عملو كتير يعني شايف المواجهة دي ازاي أعجبلك من الآخر الأهلي إن شاء الله في النهاية يعني أنا بجيبك من الآخر عشان الأهلي أنا عازم مساً اتنين على سمك في رهان على سمك يعني هما قلويني الأهلي هيكسب الأهلي مدريد أترهم الأهلي هيكسب الأهلي مدريد فيه اتنين لحال الوقت يتبقيت التالت أنا شاكلها عازم مصر كل الهات كلها هكسب الأهلي هيكسب ريال مدريد يعني طبعاً ريال مدريد أقوى نادي في العالم مش عازها كلام لكن الظروف الأخيرة للأهلي وللريال كلها بتصب في صالح النادي الأهلي طبعاً ما حدش عال يقول خبرات الأهلي أكتر من ريال طبعاً موضوع منتهي يعني لكن الأهلي فريع عنده خبرات اكتسب الثقة طبعاً هنقول لكم كان متوقع الفوز على أوكلاند كان إلى حد ما متوقع إلى حد ما لا أكتر 50-50 بصرحة يعني فوق الـ 55-55 مارشي سياتل مارشي سياتل العين كلها كانت على مارش ريال مدريد هو ده الجد بالنسبة للنادي الأهلي يعاز أقول لك أن مثلاً في مفارقة غريبة أو مفارقة في صالح النادي الأهلي طبعاً أعظم إنجاز حصل في الأندية العربية اللي هو العين والرجاء كان حصل والاتنين اللي كان ده بطل آسيا ولا ده كان بطل أفريقا والاتنين كانوا ممثلين للدولة المنظمة سواء الإمارات أو المغرب المراضي الأهلي أعتبر هو ممثل الدولة المنظمة أعتبر ولكنه طبعاً هو ليس الوداد لكن الوداد أعتبره بطل أفريقا بدليل أن الأهلي بدأ من المرحلة وفا عشان كده دي نقطة في صالح الأهلي زائد حتة كمان إنه ده الأهلي يعني داخل عينه على إنه يحقق إنجاز بره بعيد عن المركز التالث يعني مثلاً لو قدر الأهلي خسر ولقى بالمركز التالي الرابع مش هيبقى فيه دوافع قوية عادي تخيل بقت عادي تخيل بقت عادي إنه الأهلي ياخد برونزيت كاس العالم بقت عادي ده حد ذاته إنجاز المباراة تقام على أرض المغرب المغرب اللي هي حولت نظريتنا كلنا في كاس العالم يعني اللي هي بالبلد كده صدقت نفسها وإحنا كمان مصدقين نفسنا هي كسبة بلجيكا وكسبة أسبانيا وكسبة البرتغال بقت المرجعية وكلمنا كلنا قبل نهاية ظلمت قدام فرنسا يعني شوف فرنسا كمان وقلنا تظلمت وكانة لها مش عارف ضرب الجزاء والحكم هو ده الأهلي آآ بكل أمانة يعني زكاة المغرب في المنتخبات فالأهلي في الأندياء فالأهلي أنا بقول لك إن شاء الله إن شاء الله بنسبة كبيرة جدا للأهلي في النهاية ويتخطر ريال مدريد نظرا لزروف ريال مدريد بقى اللي احنا كلنا عارفينها في فترة اللي اتني بهجة في أول الحوار من الآخر بهجة طيب السيد رامي نروح لللي مش بهجة بقى مشاكل هو مين اللي هي بكان كلادنبرج حقيقة الفترة اللي فاتت دي خلينا نقول يمكن بعد كلادنبرج كان فيه طبعا يعني اتحاد الكورة في اجتماعه الأخير تم عرضة أكتر من سيرة ذاتية لعدد من الخبراء الأجانب وبالتالي كان فيه لأقرب حتى اليام الأخيرة كان فيه برتغالي هو المرشح بقوة بشكل كبير جدا ولكن لسه فيه مفاوضات طبعا تعرف اتحاد الكورة حتى بعض الشروط اللي كان بيتلاش الأخطاء السابقة إنه هو يكون مستمر إنه هو متعجد بشكل كبير جدا وكمان اتحاد الكورة يعني في اجتماعه الأخير قال إنه هو الراتب اللي يتقاضاه الخبير الأجانب الجديد مش يعني مش هي تتخطى الخمسة وعشرين ألف دولار رغم إنه كلادنبير كان متقاضة تلاتين ألف دولار نظر نتعرف بقى السيولة المالية والدولار والأزمة الأخيرة فبالتالي لسه فيه مفضلة ما بين أسباني في إنجليزي في سويسري ولكن البرتغالي كان أقرب في الفترة الأخيرة ولكن أعتقد لسه ما اتفقوش على الأمور المادية فأعتقد خلال الساعة القليلة المقبلة قد يحسم الخبير الأجنبي الجديد اللي يتولى مهمة لجنة التحكيم خلف الكلادنبير عظيم جدا عايز بس أخدك في حكاية تانية مهمة جدا غير كلادنبير وهي تخص عصام الحضري واللي حصل مع النهاردة بس قبل ما أروح لك عصام الحضري بتتوقع زي محسن إلى الأيكس بريم مدريد أتوقع بالسيناريوهات اللي بتحصل الأيام الأخيرة دي على ما يبدو أن الأهل نويها الأهل نويها الأهل نويها ها أقول لك أولا الأهل يعني مش عليه أي ضغوط اللي الناس كلها بتتوقع أن ريال مدريد هيكسب مجرد شرف أنك تلعب ريال مدريد في مباراة رسمية ده في حد ذاته الإنجاز بالزبط فبالتالي ما فيش عندك الضغوط أن أنت خايف تخسر المباراة أو الكلام ده كله هقول لك الخوف ده أو الضغوط دي كانت في أول مباراة وتاني مباراة لأنه كان يبقى صعب أن الأهل يخرج من الأدوار الأولى لكن دلوقتي أنت خلاص بتلعب علشان تستمتع بتلعب علشان أنت بتواجه بطل القرن في أفريقيا بيلاعب بطل القرن في أوروبا الأهل يوريال مدريد الجمهور عايز يستمتع الجمهور واللعيبة دي كمان عايزة تعمل إنجاز لنفسها عايزة تعدي مرحلة المداليا البرونزية توصل للمباراة النهائية بتلعب على الأول والتاني فالدوافع حتى ولو ما فيش ضغوط لكن فيه دوافع أكبر إن أنا أعمل حاجة جديدة إن أنا أفجر المفاجأة اللي العالم كله هيتكلم عني لو حصلت هي دي الدافع اللي أنا براهن عليه في لعيبة الآن إن شاء الله مسألتكش أنا أرامي عشان ما سيبها بسملكش حقك أرامي شكله مع ريال مدين وما سألنيش أنا سألتك هو بقى حسيت إن أنت مستخبي لا لا مستهجيلك لا إحنا متفقلين بالنادي الأهلي أعتقد النادي الأهلي خبراته في كاس العالم سبع مرات حقق برونزية تلات مرات فالدوافع كبيرة جدا عندك لعيبة خبرات أعتقد الفوزين الحققه من نادي الأهلي ده إدى للعيبة ثقة كبيرة جدا إنهما ممكن يحققوا حاجة إنت يعني إنت بتلعب كمان في المغرب أعتقد الجمهور المغربي هيبقى مساند لك بقوة رغم طبعا المشاكل اللي حصلت في الفتاة الأخيرة والمبارات الوداد والنهائي الأفريقي ولكن أنت عندك دفع معناوية كبيرة جدا جدا وأعتقد كولر عمل حالة فنية كبيرة جدا داخل النادي الأهلي رجل لم يخسر أي موراه موز تولى المهمة فأعتقد دي كلها حدا من الانتحاد الكورة يبقى دعم للنادي العري في الموراه دي موجود في المرهب ولا ما فيش حدا من الانتحاد الكورة لو ندي الأهلي قدر يكسب ريال مدريب في الموراه القادمة قد يكون متواجد حد ممثل للقرى المصرية إن شاء الله رجع ليه أصلا؟ هو رجع يعني كان فيه عنده شوات أشغال هنا بيخلصهم والمفروض إن هو كان مفروض الدعوة للحد الموراه اللي فاتت وبعد كده احتمال لو ندي الأهلي الصعد إن شاء الله الموراه نهاية أعتقد هيكون متواجد بإذن الله في الموراه هجي لك أنا على الأشغال دي عشان أنت مقول ليش يا هي بس أسألك عليها بعد ما أسأل على أصام الحضري إيه بقى حكاية أصام الحضري ورحيله عن المنتخب الأوليمبيا وتدريب المنتخب السوري البيانات المتبادلة النهاردة بيان من أصام الحضري يتحدث فيه عن احتراب من منتخب مصر وعملوا التاريخ مع منتخب مصر كلاهب ومدرب وبيان قوة جدا من اتحاد الكرة بيقول فيه إنه أصام الحضري مش هشتغل تاني مع المنتخبات الوطنية إيه اللي حصل؟ إيه الكواليس؟ طيب هو طبعا الكواليس هنقول معلومات من الناحيتين من الطرفين من عسام الحضري ومن اتحاد الكرة هنقول معلومات من الكواليس اللي عرفناها من المقربين من كلا الطرفين يعني طبعا إحنا شفنا قبل كده في الفترات الأخيرة كان فيه بعض الأزمات وأن الراجل كان عايز اتنين حراس بس اللي يسافروا وقتها كان فيه كلام كتير خرج وكان كابتل محمد بركات عوضو مجلس دارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب طلع يتكلم في الأزمة وفي القصة ففيه خلفيات في الموضوع إنه ما فيه شراحة بين الطرفين يعني اللي حصل النهاردة خلينا نبدأ من المشهد الأخير اللي حصل النهاردة عسام الحضري قعد مع ميكالي الصبح 11 صباحا في مقر إقامته بعد ما كوبر كلمه علشان يكون مدرب حراس مرمى معه في منتخب سوريا واستأذنوا إنه هو يكون يغادر منصبه في المنتخب الأولمبي ميكالي وافق إن الحضري يسيب منصبه يعني وإنه هو يمشي اتصلوا بالكابتن محمد بركات المشرف على المنتخب ما ردش على التليفونات خلال الجلسة اللي حصلت ولكن بعد كده قيل إنه الكابتن محمد بركات قال يعني المدير الفني هو اللي يحدد يعني إذا كان هيوافق أو مش هيوافق بعد كده اتحاد الكورة طلع البيان أو بالصيغة اللي طلعت لأن اتحاد الكورة قال لك أنا صاحب القرار مش ميكالي ميكالي ممكن يقول لي القرار الفني لكن أنا ليه القرار الإداري أوافق أو ما وفقش لكن في النهاية للناس ما تعرفوش برضو إنه كوبر نفسه موجود حاليا في مصر موجود ميستر كوبر في مصر وموجود محمود فايز كابتن حمود فايز والحضري موجودين هم التلاتة وهي سفروا بكرة المفروضة على السوريا إن شاء الله علشان يتم الإعلان عن الجهاز الفني لمنتخب سوريا في مؤتمر صحفي هيكونوا حاضرين فيه وبعد كده الحاضري هيسافر من سوريا على المغرب علشان يحضر نهائي بكأس العالم للأندية بدعوة من الفيفا يعني فيه أمور يعني بين الطرفين كده ما فيش أريحية في المواضيع ده اللي أنا استشفيته ده اللي أنا حسيته بعض الأمور النفسية زي مثلا إنه يتم دعوته من الفيفا فاتحاد الكرة ما يطلعش زي يعني بيان أو حاجة يقول إن الحاضري تم الدعوته فيتم تفخيم الموضوع دي كلها أمور دي حاجات دايقة الحاضري نفسية دايقة الحاضري وخلت العرض ده يوافق عليه بسهولة ويرحل لكن زي ما قلنا يمالوش جوانب مادية؟ أكيد فيه جوانب مادية طبعا من ضمن الأمور اللي حصلة أولا طبعا على مدار خمس شهور هو طبعا القيمة المالية للتعاقد أو هو ما فيش تعاقد عشان تبقى فهم بردو كريم ما فيش عقدي يعني ما فيش لا شروط جزائية ولا فيه أي حاجة يا صلاة النبي آه علي صلاة والسلام يا صلاة النبي هكت لسه لسه هسألكو على القصة دي قلوا يا جماعة وإحنا في 2023 واحد شغال في جهاز فني المنتخب مصري الأولمبي أو الأول أو الشباب أو أي حاجة لها دقي بتحادي الكرة يعني يبقى شغال من غير عاد قل لي من النبي لا ده تهريك طبعا ما نفعش ده ولا ده لقتي ولا قبل كده كمان يعني احنا عصلا كرة القدم والعالم كله لقتي بقى انتقل من مرحلة الهواء إلى مرحلة الاحترافية كله خلاص بقى احترافية حتى ما تيجي تخطب أي مؤسسة بره ما يجي يكلمك حتى ولا تقول له واتس ولا بتاعي يقولك لا ابعتلي إيميل رسمي الموضوع منتهي فكل اللي بيحصل زي ما قال لست حسام طبعا ده ده كمة العبس ده تهريك والله العقد ولا شرط الجزاء إزاي طبعا أنا أنا سألت أثر حد من أعضاء المجلس قبل ما يجي سألت عن موضوع الشرط الجزاء ده طبعا ما فيش شرط جزائي وصعب جدا المفروض لأ يعني مفروض ده جهاز فني المنتخب هو يعني المفروض يبقى فيه طبعا أكيد عقد التعاقد بشكل رسمي كل واحد ياخد حقه لو أنت تفسخ مع التعاقد رجل ياخد الشرط الجزاء ونفس الأمر بالنسبة للتحاد الجزاء الموضوع ما يبقاش بالحبل ده هو دائما كريم التعامل مع المدربين المصريين بيكون في إطار ودي حقيقة أنه أي حد يتمنى أنه هو يشتغل في منتخبات مصر يعني من النشئين للشباب للمنتخب الأول فبيكون التعامل على هذا الأساس أنه أنا بأخذ كلمة من المدرب ولكن عايزين ده يتغير الفترة الجاية يكون فيه تعاقدات يكون فيه كل طرف عايز حقوق وعارف حقوق وعارف واجباته وإيه مية في المية أي حد بيشتغل في أي منتخب لمنتخبات مصر الوطنية ده شرف كبير لي طبعا طبعا من عسام الحضري أي حد مصري بالتأكيد ده هيبقى شرف كبير لي طبعا بس إحنا لوقتي في عرض وطلب صحيح والسوق زي بيقوله إيه بقى سوق مفتوح من زي زمان طبعا ده مش طبعا مصر هو أصلا حاش يشوفك بره لكن دلوقتي لأ متشاف أي واحد بينجح في مصر بيتطلب بره وبيتطلب في منتخبات وفرق بره فلازم يبقى فيه تعاقد احنا لسه مكملين هذا الحوار الممتع مع الأسد الكبار بعد هذا الفاصل نواصل إن شاء الله خليكم يا علم بحضراتكم مرة أخرى طيب سيد محسن كنت عايز أسألك فيما يخص لجنة الحكام اللي كنت أسألك على السيد رامي من شوية يعني مين الرئيس اللجنة اللي هيجي برتغالي هولندي سنغالي ووطفر يعني مين هو هل أنت مع فكرة أنه يجي واحد أجنبي دلوقتي ولا نكمل بواحد مصري لأ بصراحة أجنبي أجنبي ريح إحنا يعني إيه أريك شايف طبعا الوسط بتاعنا الرياضي بصراحة بكل أمانة الوسط الرياضي عن الرياضي مصري سيئ جدا بكل أمانة المناخ كله ألفاز صعبة واتهمات فلا يجي أجنبي أحسن لأنه هو حتى الموضوع أشبه بمبارات الأهل والزمالك الأريح لها حكم أجنبي عشان تراح نفسك مع إن الحكم المصري متفوق فيها بس لجنة الحكام بواحد أجنبي ييجي في نص الموسم تحديدا كمان هيا حيعرف الحكام إمتى ولا يشوفهم إمتى ولا يختاري إزاي ما هو ده أفضل أريح من الهجوم برضو أصلا أنت كده اللي هيجي يمسك أو اللي هيتولى المهمة دي هتبقى برضو يعني أنت حتطف مرمى نيران فخليها أجنبي وكده كده هو لو جامل أول موسم برضو فيها مشاكل في أي وقت فيها مشاكل أي نعم يا تبقى مشاكل أقل من المشاكل في نص الموسم لا أنا مع الأجنبي بسمعه الأجنبي كمان ما بيستحملش الهجوم أنا كنا فاكين الأجنبي هيستحمل هجوم وياخد بس حتى لا يعني كلا تنبرجي ماستحملش تشوفها دي يستحمل يعني تشوفها دي يعني إن شاء الله يستحمل ده فوجة نظري طيب هل موجودة والقاعدة كمان يا أرس كمان ما محتاجة حد مصري مش محتاجة القاعدة المفروض أنت ما بتطورش بس بالدور المتازة أنت بتبص لتحت وبتطلع من تحت هل في اتحاد الكرة فيك تراح بدا يعني هل في حد بيقترح أنه ممكن يبقى مصري لا لا حتى هذه اللحظة متفقين داخل المجلس قدر تحاد الكرة أنه يكون خبير أجنبي خلاص وخلينا نقول فيه إجماعة داخل اتحاد الكرة لو جابه خبير أجنبي والأمور اتصعبت أعتقد أن الفترة جهة هيبقى مصري هيبقى تواجد بشكل جميل جدا خلاص إحنا استعاننا بخبير أجنبي ما كانش فيه يعني رد فعلا قوي أو ما فيه كانش فيه رغم الأندية أو كان فيه مشاكل بالنسبة للأندية وشكاوة جديدة وكتيرة فبالتالي الأمور زم هي أزمة فبالتالي هتبقى التجربة الأخيرة لو فشلت في الخبير الأجنبي أعتقد هيبقى لسعنا برئيس لجنة حكام مصري ولكن المشكلة كمان يا أس كريم إن فيه أزمات داخل لجنة حكام أسرة التحكيم نفسهم يعني بيخبطوا ببعضهم ما بيساعدوش بعض دايما أنا متواصل كتير مع عدم الحكام هم ورقصاء حكام بصابقين بحس كل حكم بيتكلموا كاره اللي موجود ودي بتمثل أزمة كبيرة جدا لاش قصة التحكيم هي قصة دي سمعة بس فيها حاجة عند الناس ما قصة التحكيم بس هي مش قصة خالص زرامي شرفت ونورت دا كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم عشرة يا رب تكونوا استمتعتوا معنا أشوفكم يا رب على الألف خير